بالذات بالراب لازم بيطلع لك واحد يوقفك يقولك لا مش صح هذا ما طلع اشي قبل هاده هاد طلع قبل هداك وهذا متأثر بهاده مسألت الفردانية الزايدة هاي برضو انا اصلا بتزوجني انا اجيت محارب لإلها بالاساس اما تيجيني انت انو الايش انا بريفليجد فبقدرش احكي بالله عليك هلا خلصنا موسيقى وتسجلت الأغاني جينا على التوزيع والانتشار هذا بطل في اشي اسمه مستقل اليوم ما بتقدر تعتبر اللي بعمل بيت بثاني على اللابتوب هاي كم عميدي انو هو كتير فن لانو الاي اواي بقدر يعملو انو اليك اربع خمسة سنين بتلفلف مع الفرقة حان موعد انك تاخد بريك صغير تجا تذكر انت مين ايش تسوي على المستوى الفردي والله لا يلحموا بعض واحنا عنا بطن عربي فش حاد يسأل في المواضيع هاي وبدون حذر انا طارق ابو كويك اخوك الفرعي فرع المداخل كيف حالكم استمتعت كتير في حوار تقارب مع احمد بقاوي بقاوي مش عارف ايش الاشي اللي خلاني احس انو شاب الفلسطيني اللي الافكار اللي في باله نفس الامور اللي اللي في بالي او يمكن موجودة عند الشباب العرب اليوم اعتقد المشترك بيننا انت شايف انو التغيرات في المحتوى هي بتشبهها التغيرات في القضية وانو الامور نفسها هي هي مش مهم شو القطاع اللي تشتغل فيه الانعكاسات بتبين هي انعكاس اللي على الارض وبالواقع فحوار مثير انتألنا من شو هو المستقل لكيف فلسطين زرعت حالها جوا كل واحد فينا لعلاقة كل هاي الامور ببعض اللي مضى واللي بده يجي حوار استمتعت فيه كتير مع اخوي احمد بقاوي في تقارب اخوك الفرعي مرحبا واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب معكم انا احمد البقاوي وضيفي لليوم العزيز طارق ابو كويك الفرعي مصار طارق فيه كثير مسارات فرعية مش مجرد اسمه اليوم رح اجرب اخوض معه حوار طويل عندي اسئلة كثير بتتعلق بين المصارات الفردية للفنانين وكمان مسارات الفرق ليش الفرق ما بتدوم وش العقبات اللي بتدخل بتواجهها دائما طول الوقت وليش حتى محاولات احياء دائما فرق بالسابق من ماتت او محاولات احياءها من اول جديد دائما كمان بتكون بتنقتل بشكل سريع ومباشر جدا جانب تاني من حوار اليوم رح اجرب اخوض فيه كمان كل فكرة الانتاج المستقل ما قبل الالفنات ما بعد الالفنات ما دخول يوتيوب والسوشال ميديا ومن رح اجرب ابلش من الوقت اللي بعرفه انا وكتير منكم بعرفوه المرحلة اللي كانت الناس تسجل جوه الخزاني او جوه غرفة معزولة او من تحت حرام نقاش طويل رح اجرب اخوضه معه مش بس على الجانب الفني او الجانب الغناي او جانب الفرق والفنانين بس كمان جزء اساسي رح اجرب اليوم اوثق جزء اساسي من رواية طارق الشخصية حتى تسجيل هذا الحلقة ونظرته للامور ونظرته اللي عمله واهدافه ومستوى انخراطه بالشأن العام ومستوى انخراطه بطموحاته الفردية وكتير اسئلة قبل ما ابلش بحب اشكركم مقدما على اشتراككم بالقنوات اليوتيوب او المنصات البودكاست اللي تسمعونا من خلالها وشكرا مقدما على تقييم المحتوى هذا وكتاب التعليقات يمكن في ابل بودكاست وغيره المنصات اللي بتيح هذه الخاصية شكرا مقدما على ارسالكم الاسئلة والافكار ومقترحات للمواضيع ومقترحات للضيوف اللي بتساعدني دائما اخلي تقارب اقرب لجمهوره واقرب للكم بشكل مباشر وشكرا كمان على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه مهتم بتقارب مهتم بالروايات الشخصية وبهيك منبلش مع طارق عزيزي العزيز عزيزي الاعزاء كلهم مسائل خير مسائل خير اود التأكيد اولا هاي تاني فنجانكه ولا الاول الاول والله ياصل ايه التاني التاني ممتاز كما اتفقنا قديش مورنينك بيرسون انت مش عاطل وضعي بس مبارح والله فيه شبس حمنا يتزوج فطلعنا سهرنا معه نمنا متأخر يلا تعيشوا تحيي افراح حبيبي ومناسبات حبيبي اول بقاوي انا دقائق سجع بس اكدلك عشان انا وياك نرتاح بالتسجيل انا بحب اشعر براحة باني اسأل اي سؤال فانت متاح لك ما تجاوبش على اي سؤال بدكش اياه وتجاوب علي بالدك اياه وتسألي بالدك اياه والحوار بالكامل مسجلي غالي من هون للنهاية عظيم كما هو راضي عني هيك انا بس راضي عنها اهلا وسهلا فيك نورت الكوكب حبيبي اهلا وسهلا فيك طارق انا انا ديك طارق ولا فرعي بتحس هيك كوزي اكتر اللي بدك اياه طارق الفرعي ابو كويك بدك اياه بس شو الكوزي اكتر حسب الواحد ايش بيرتاح انت ايش حابت نديني من الاسماء المتاحة انا معطيه اوانت التلاتة اوانت موجودين عندي بس انت بالاخر يعني فيه هيك بتقدر تعمل تصنيف للناس صح اللي بتناديك طارق اللي بتناديك ابو كويك من حقب زمنية نديني طارق انا رح ندخل انا ديك طارق طيب اهلا وسهلا طارق بالعادي زي ما قلتلك الاخوة في تقارب احنا الضيوف والضيفات بتركهم يعرفوا انفسهم كما يحبون يعني بالعادي بتعرف في كل مكان من عرفك احنا زي جوجل كشو كاتبنا بس هالمرة باتركلك المايك انا بعرف حالي برضو زي ما جوجل بعرف هذا اول سطرين هدول تحكيهم بعدين الباقي هذا هو اسمي طارق ابو كويك بالاساس عازف درامز ومغني وكاتب كلمات ومؤلف ومؤدي موليد للاردن حامل الهوية الفلسطينية صادرة من جنين كرت جسور اصفر وراب شرق النهر وغرب النهر وزي ما بدك وفرع المداخل من الشتات الى الداخل اوكي ها تعريف جوجل طارق اللي اعطيك الف عافي بس بكواوي في تقارب بكون طماعي كتير بالتفاصيل خاصة هذا الفقرة يعني خاصة هاي الفقرة الاولى فكل عن النشأة هيك يعني عرفنا على طارق بنشأته بوين طلع وصولنا لليوم هيك بشكل مختصر بس يعني وخبر لي عن العناصر اللي بتحب تعرفها لك فيها ابن مدينة عمان عند علاقة مع الجسر كتير لانه الاردن مكان كتير فيه فلسطينية وكتير فلسطينية معظمهم طبعا بيعرفوش فلسطين او ما بروحوش عليها فانت بتكون هادا اللي بروح وبيشوف وبرجع وبيجاو فهاي جزء من نشأتي انه انا عشان هيك كتير بحكي عن الجسر باغنية او بجيب سيرته كتير لانه بحس انه جزء من تكويني اذا هادل عم تسألني اياه يعني من الشرات اللي اثرت فيه عندي حب للكلمات كتير كنت اكتب شقر وانا صغير عندي اهتمام باللغة بشكل عام باللهجة بالااا Chen عندي هوس باللغة وبضرها تفاجئني علاقتنا مع اللغة يعني حتي بالفترات اللي ما كنتش طايق فيها اللغة العربية يعني بحاول افهم شو اللي كان عم بسير ايييييييييو عندي حوب للقيقاع كتير كبير لقاع جزء كتير مهم من من كيف بشتغل وكيف بفكر اه 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 قضيتنا بعتبره يعني كيف اقولك برضو علاقة طويلة هيك بتش ادخل فيها هلا انه هذا بس تعريف بس يعني اه اه علاقة كتير مهمة من كيف تكونت شخصيتي كيف بشوف الامور اه وين بهرب منها وبترجع بتطلع لي وين هو هاد الصراع اللي كلنا بنعيشو اه اه من عوائل فرسطينية عادية انا اخوالي من جنين وابو كويك من الليد اه شفت الليد مرة واحدة بشهر 12 سنة الماضي لمدة 45 دقيقة اخدت التصريح ابل خمسة الصبح للسبعة المساء هاد اللي ترجع قلندي يا ركيد اه رحت طبعا على القدس بعدين رحت على الليد هيك عشان اللح اه بالامعري وام الشراعي يعني الوالد والوالدة ابو كويك لا 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 انا اخوالي جردات جنين السيلة اه جردات هذا قد فانت لما بتنزل دايما على الجنين بتنزل على السيلة لا والله مننزل عندنا بيت في البلد احنا رابع المخيم كتير بس بجنين يعني بداية المخيم تارتحكي او قبل ما تفوت بال ايرابع دوار الاحصان ايو موقعك بالعالم ؟ اتي حرف naughty شو موقعي ؟ اه اعددك او رقمه ما اتقدر استني اتكون مواهب بالعالم اه اوكي انا الصغير صح ما احكي عن موضوع ايي اخ اكبر مني بسنة و اخت اكبر مني بتات سنين اوكي احنا ثلاثة وانا الاصغر يخليكم وديمكم وكلكم معكم هويات كلنا معنا هويات انا بظن انتم من الناس اللي مدينين لا اهليكم بكتير اشياء بس شيء اضافي كمان الوحيد اللي ما عنده هوية ابوي الوحيد اللي ما عنده هوية اه بالضبط يعني احنا اخذنا لم الشمل عن طريق امي حتى اعتقد انها كانت هذه فترة قصيرة صارت بعد اعتقد انها بعد اوسلو صار في شغلة انه اللي معها لم شمل بتقير تعطيه لأولادها بس كانت فترة محدودة واعتقد انه احنا كنا من الناس اللي لحقوا حالهم في اشي من هالقبيل بس مش متأكد منه يعني طب طارق كيف بتحب الشي تم تعريفك كيف ما بحبي تم تعريفي باي اشي مش دقيق يعني اي اشي ما لا يعبر عني شو بحكوا عنك اشياء بتعبر اشي عنك لا يعني هو محدش حكي ايشي بس اصدقى يعني لما بيكون في اشي مش دقيق بكون برفضه بحب اكون دقيق بحب احكي انه انا فلسطيني اوردني لانه انا فلسطيني اوردني تربيت في عمان لما بحكي انه انا فلسطيني واقف هل انا بعبر عن تجربة ابن الضفة او مثلا ابن القدس او ابن غزة لا بعبر عن تجربة ابن عمان الفلسطيني اللي بروح بزور الضفة وبحاول قد ما يكون منها بس هو مش منها مش ساكن فيها عشان محدش نطع تجربة غيره يعني فتلاقي لانه كل تجربة فيه لها تفاصيل حنكتشف لها قدام انها مهمة كانت اوكي بالعادي انا اللي بحكي انه لا هو اكيد دايما فيه تعريفات بتزعج كل حدا فكل ضيف حتى في لما بجرب يهرب من هذا السؤال بقعد له فيه نحشره فانت بقعد لك فيه لانه اكيد انت تضع المقابلات كتيري خلينا اتذكر لك كم من مرة مثلا حدا حكى اشي مش كتير دقيق او مش كتير حلو بس ما انا من النوع اللي يعني كتير بتعرف انا مع نظرية احكي قصتك عشان وحدش بحكيها احسن منك فانا مع هاي النظرية وانا بحكي قصتي دايما للناس بس ايش فيه تعريف هيكا ما عجبنيش والله مش بتذكر مش اني مرضي لهالدرجة يعني لا يعني بالنهاية انا مغني ومنتج ومؤلف وكاتب كلمات فكل هاي كلها صح عازف ايقاع ضابط ايقاع اذا بدك كمان اوكي طيب ماشي انا يعني دعمش معها عسق دي بغلبك لا لا زي ما بدك براحتك يعني بتعرف هاي الحلقة بجوز 97 أو 98 راح تكون اوكي لا مش الزكت بس البارث هاي المحلات الحساسة الشخصية قداش حتى من اكتر الناس اللي بتطلع على الاعلام وبتحكي قداش بتكونش مريحة أصلا يعني مجرد النكش فيها وانا لقيني بسطل في الاعلام فسؤال الموضوعة انه اتذكرت الياشي ااسف اتذكرت ايوا نفسي مرة واحد يحكي اسم فرقتنا 47 صح دائما بقول لك فرقة السول 47 فرقة 47 سول او بيجي بقول لك فرقة 47 هي 47 سول بالانجليزي وبالعربي السبعة واربعين حتى مش السبعة والاربعون يعني هي السبعة واربعين هيك زي ما هي فت علي يعني تسمعها وانت ماشي بالشارع سبعة واربعين بس هاي يمكن احنا برضو صحبنا اسم مش سهل صحب او صحب برضو لو بتكتم الرقم والانجليزي والعربي بصير يزيح مع التكست لا انا اول ما شفت اللوغو اصلا اول ما طلعت الفرقة كنت بتطلع قاعد اشهد ليه بما يخد هيك شكل ستامب زيك انه طابع بريدي اهدو الجماعة شو بحاولوا يعملو يعني حتى اللوغو ما كان بجرب ما وصش بسهولة يعني او بحسش انه ساعد لبراند حتى في اولها والاسم لا او هذا جبنا شاب ونط ومس اقتبروا صورناه يعني هات بري ادم مش رس مش اي 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 هذا بري ادم انا سالله يساهل عليه تحية اناس تحية اناس طارق بالسؤال اللي يعني هذا معلش بدي اقعد لك فيه والسؤالين الاولينيات هيك بجرب بالاخر انه طول الوقت نظل نرجع لهم شو بنحبه شو بنحبش انا بس نسيت اسألك قدائم للدخان عشان انا يعني مبلعت سجارة لا لا رواك زدا انا قلتلك احنا بنشرف فنجينكوهو انتو بدخن بالدار انا بدخنش بالدار بس وموقف دخانه من اربع سنين فاموري رواك يا اويك ويقدرنا يا مساهل طارق شو قصتك مع فلسطين انت كل ضيفي لقلو قصة القصة الاولى او يعني واحدة من القصص الاوائل اللي عملت حولت الفلسطينيتنا من مجرد رموز على الحيطان او مجرد قصص نسمعها لا اكشن سواء مع فلسطين او ضد الاحتلال شو قصة اللي ان حولت الغضب عندك او عملت لك الغضب هادو شوف عندي ترت قصص وانا عمري اربع سنين كنا نازلين عالجسر اخوي كان عمره خمس سنين بعرفش ليش يومها كانوا عاملين اشي الاسرائيلي عالجسر انه اللي عمره خمس سنين بفوتش اشي غريب زي هيك فرجعوا اخوي لحاله اخوي رجعوا لحاله وبعدين رجعوا على الاردن والاردنية حكوا مع ابوي ورجع طبعا ايامها قبل الموبايلات التمانينات فعبينما وصلت دار ورن وتعال اخد ابنه فهاي خلتني كانت كنت صغير بس اللي هو ليش اخوي يسحبوه يعني عمره خمس سنين فكانت هاي هيكا فيها لحظة وفي لحظة تانية بتذكرها وانا كتير صغير يمكن وانا عمري خمس او ست سنوات كان خالي الله يرحمه الشهيد حسام جردات حاملني عكتفه ونازل في البلد فانا هاي مستحيل انساها فمرأ جندي مرأنا من جنبه فانا قلت له خالو هاد يهودي انه كنت انه هاد انه بتعرف هم هدولة اللي بطلعوه هدولة فهداك رفع البندقية زي هي حكا شاكت هوس اعمل هيك انه نقزنا فانا عملت زي هيك انه خفت طلعي فخالي قال لي تخافش زم هاد يزم طلعي وانا تخافش منه هاد يزم نلطش وهاد احنا طلعي هاي مستحيل انساها بعدين طبعا اتفاضة الاولى كانت يعني وانا بهديك الفترة من حياتي بعدين صارت كتير اشياء صارت حرب الخليج وانا بالاردن واجو كتير فلسطينية من الكويت بعدين صار اوسلو ودخلنا بالفترة هاي الغريبة واتفاقيات وادي عربي وبطل واحد فاهم انه هذا طبعا كان الحوار العام يعني تاني يوم تفتع المدرسة بالاردن المعلمة كانت تحكي لنا انه هذا اللي بارح شفتوه على التلفزيون اسمه استسلام هذا مش سلام وكان فيه هذا النفس بعدين صارت الانتفاضة التانية وانا باخر سنوات للمدرسة ورجعت تعرف يعني احيات المشاعر الوطنية بس القصة اللي عن جد يعني بتعرف بعدين طلعت درست بامريكا انت موليد تلات تمانين عم نحكي على 17 سنة وقت الانتفاضة التانية صارت نعم بالضبط كنت في نهاية المدارس طلعت عامريكا اول ما طلعت عامريكا انا بعد تلات اسابيع صار 11 سبتمبر وبعدين صار اشتياح جنين الفين ودين وصر بتعرف انت بغربة فصرت انه انت هلا بدك تفهم العالم هدول انه فيه هلا احنا عاديين بيفجروا بيرتكبوا مجازر في بلدنا وصار عندي هذا الحوار اللي هو دية شوية انا عليه واجب هون اللي اصد يقوله انه بين فترة اوسلو ومتخرجت من المدرسة كان فيه مش خمول او ابتعاد عن القضية بس كان فيه الي هو انا بلشت السير مراهق بتعرف بدي عيش الحياة بشى قاعد بفكر بقضيتنا ومعتبرها اشي بابتهيش وطول وقت متواصل والا حد الباب كنت فكر Artist صارت انتفاضة ثانية ذكرتم انه الأمور بتنتهيش وأحداث كتير صارت في العالم من هذه الفترة يعني خلينا ندخل على 2011 سبتمبر جديع جنين حرب العراق بس القصة اللي دائما أنا بحكيها اللي هي كتير جزء كبير من مشروع الفرعي أنه أنا كنت عازف بيكتب كلمات بعمل راب تخويت وأصحابه بكتب أغاني على الجيتار بدون ما ياخده جد لأن أنا عازف درامز مش جيتار بس لما كنت بعدين آه هلأ شوف صار معايا أنا مش كلم على الأمريكان بالهجرة وما هجرة وروحوني الأمريكان قرروا يروحوني بطيارة وروحت بس اعتبرت حالي زي زي كل هالشباب العرب اللي هم ضحايا ما بعد تبعيات 11 سبتمبر بعدين رجعت عاميركا بعد سنتين انتظار فكنت بهدول يعني بعد ما أخدت درت أرجع عاميركا كان هدفي أنه أنا أتخرج وأخلص وما بدي أسافر بلاش هلأ أطلع يرجع ويعملوا لي كمان مشكلة عالدخول خلينا إيش بالسيف سايد نخلص الدراسة تاعتنا بعدين من نرجع على البلاد وأنا بهاي الفترة كتير الأمور تغيرت أنا بحكي على سنوات 2005-2006-2007 بيوما ما بيجيني خبر استشهاد خالي حسام جردات اللي هو استشهاد فيه مخيم جنين ولأني أنا في غربة بعيد منطقة مشتير فيها عرب ولاية نبراسكا وما قدرت أرجع أو كنت بدي أخلص دراستي عشان أرجع حسيت حالي عملت تنازل هيك بين الشهادة وشهادة الجامعة وأنك أنت تكون متواجد بلحظة مهمة زي يعني أنه يستشهد حدا من قريبك وتكون موجود وبعتقد أنه هاي كتير أثرت أو يعني أكدت لي أنه أنا زلم عندي كتير شانت أحكيها وما بديش بس ألعب درمز أنا لازم أبلش مشروع اللي فيه كلام وكان فيه اهتمام كتير باللهجة برضو أنه أنا استخدم لهجة محلية فالثلاث قصص ودوله وتلك إياهم ترجيع أخوي النأزة هاي اللي صارت وخالي قال لي تخافش بعدين استشهاده ما بعرف شو معناها لأي حد تاني بس بالنسبة لي أنا بعرف أنه هدول الثلاث قصص هم هم البروديوسر تاع الفرعي اللي هو أنه كان عندي أشوف طول عمري بالمدرسة وبالهاد كنت أحب الموسيقى اللي فيها معاني مختلفة كنت أكره فكرة أنه الموسيقى بس حب وكنت أكره فكرة أنه اللهجة تاعتنا مش موجودة في أنواع الموسيقى المختلفة أنه عندنا الشعبي وعندنا الوطني بس بدنا إشي هيك شبابي فأعتقد أنه كله دول لحموا مع بعض باللحظة معينة أنه أنا بدي أغني بلهجة عمان بس أنا إلي قصة وكنت مهتم أني أعبر عن نفسي كابن عمان لأنه أنا طول عمري عندي النفس تاع أنه مدينة عمان بالفلسطينية اللي فيها وبالشرق أردنيين اللي فيها يعني ألمها وأنها حامل القضية الفلسطينية مفروض أنه مفروض تكون حامل القضية الفلسطينية فكنت أحس أنه هذا الدور فيه منه واجب هدول أشياء كانوا لحظات مهمة بحياتي يعني محطات هيك طارق أسرتك وعائلتك كانت مسيسة مش تماما يعني غير منفصلة إطلاقا عندها كل التفاصيل في مقاومة من الطرفين يعني في ارتباط فلسطين بس ما كانت يعني أنا عيلتي فيها أنا بمون على الكل عيلتي فيها كل كل الأنواع يعني من إيش بدك نعد فصائل يعني حتى حزب التحرير مؤسسه بكون خال أبوي ولا إش زي هيك تفاهم علي يعني واصل لعند فصائل يعني هيك رائح الموضوع خالي لما استشهد أبو إسلام كان يعني جهاد إسلامي ولكن وأنا صغير كان هو ابن الجبهة الشعبية اللي علمني على وقال لي أسمع الإيجلز فعندي هذا الوعي أنه إحنا مسألة الفصائل والأحزاب أجد بأنه طبيعة الناس بتبني مراكز فكرية وأيديولوجية وبغض النظر عن السياسة بس أنا بآمن أنه الإشي اللي عند الشعب الفلسطيني هو كتير مجرد أكتر من أفكار الأيديولوجية عيلتكم مثلا في عمان البيت المصغر شو اسم أخوك؟ بشار أنت وبشار وبسان مثلا نشأتكم نشأت مثلا في بيت من مسياس مستوى السياسي اللي كانت فيه مستوى متابعة الأخبار على الحيطان كان فيه صور رموز فيه إشي أكتر من الأفرج تبع شباب أو شباب وصبايا نشأوا بعمان نعم بس بحكم أنه احنا كل صيف بنكون بجنين أو بنروع جنين كتير بحكم أنه أبوي عمره 44 سنة يعني مشي وهو عمره 4 سنين يعني بذكر مرة برمضان وإحنا صغار على السحور كان أبوي بقول لنا قصة التهجير كان عم بيقول لنا كيف مشيوا وشحاطة يتشاركوها هو وطلعوا وراحوا عنابلس وقعدوا بنابلس فكروا وكلت عوانا بكويك شو نسوي هلأ أم بعدين افترقوا ناس صرعت على ربالله وناس صرعت على الغزة إحنا جمعتنا نراهوا على غزة أبوي اتربى بغزة يعني من هو عمره 4 سنين لحديث ما تخرجوا درس بمصر ففي هاي العلاقة أرايبي كانوا بالأردن متوزعين يعني بين عمان الشرقية والمخيمات بعرف مخيم البقعة بعرف الحسين خوالي كانوا كانوا مع المنظمة وفي كان يعني كل ففي شوية أكتر من الأفريج بس من منظور ما في أحزاب فكان شوية أقل رمزيات وأبوي شوية مستقل بتفكيره يعني شخص مستقل بتفكيره ممكن يقولك شغلات عن الوطن أو عن الدين ما بتسمعها كل يوم أعرفت كيف بعدين إحنا أخذنا الجواز الأردني معظم أرايبي أنا معهم مش رقب وطني بالأردن بس إحنا معانا رقب وطني لأنه أبوي مهندس كان بوقتها مهندس بث وكانوا بدون يبعثوا بعثة من التلفزيون الأردني لعمان يدربوا هندسة البث فقالوا أنه مدير هاي البعثي لازم يكون عليه أبو كويك فقالوا بنفعش يكون مدير بعثي طالع تمثل أردن مش أردني أيامها كانت لسه البلد جديدة تحكي على ممكن ستينات أو سبعيات مش تأكد فأعتقد وزير الإعلام وقتها كان بيعرف بنزل وبشوف الشباب اللي على الأرض تشتغل وحكى منحلها وعطاها جواز أردني فأنا أنا أردني لأنه أبوي مهندس جوي مش لأنه هيك الموضوع برضو الجزء مهم كان من حياتي هو أنا بعتبره كتير مهم هالجزء اللي أقولك إياه أنا أمي كانت بتدرس بمدرسة اسم المدرسة الإنجليزية وإحنا كنا دروس فيها وكنا يعني ناخد المعلم يعني فأنا تربيت في مدرسة بعمال غربية اللي هي يعني تعتبر إيش أعطيك مثال يعني من المدرسة الخاصة اللي كتير في منها مثلا الناس نصهم أجانب أو ناس يعني حتى بعرفوش مناطق تانية في الأردن فأنت علاي ولكن كنت دائما على نهاية الأسبوع نروح نزور قريبنا في عمان الشرقية في مخيمات فإنه كان عندي تعرض على جزئين من المجتمع طول وقت وبتضيف عليه عملية إنه أنت معظم الناس اللي حواليك بالحارة وهيك بعرفوش فلسطين وإنت بتروع عجنين فهاي أعططني زي ما تحكي نظرة عن العالم مختلفة إنه أنا إلي الصاحب اللي أبوه سوفير لسويد مثلا وعندي يعني اللي هو متعرض على أجانب مدرسة كان كثير فيها أجانب برضو فكان عندي هذا التعرض على العالم وإحنا من جو وشو مشكلنا وكل الأشياء من إيش يعني أردني وإيش عني فلسطيني ومين كارتصفر ومين كله فهاي الشغلة بعتبر إنها أعططني قوة لإني كنت أنا بشوف إشي ما بشوف اللي جنبي بمعظم الحالات لنا فيها بالمدرسة قداش كنت مشاغب في أمان الغربية هاتنشوف كنت مشاغب إلى حد ما بس مش كتير أخوي كان مشاغب أكتر مني كنت قعد وراء أخر صفوف ولا في صفوف كنت قعد وراء وأطبل وكله بس أخوي كان مشاغب فأنا كنت أحس أنه أخفف عهلي شوي العناء هيك المبدأ بس أنت كان نفسك أنا أخوي بشار يعني زي ما بيحكوا urban legend في متعلاقي يعني أسطور أنه محلية في متعلاقي إسأل عنه الشباب بقولولك إيش عمل فإنه يعني كتير كان قصص وهيك و كان إلي على الجو يعني كنت بعجبك يعني بهاي القصص كنت ما بتعجبني يعني يعني بعجبك يعني إيش ما بدك إيش ما بدك يعملنا يعني فبس كنت أعتبر حالي شوي متحفز بمشاغبتي تخفف عن الحج والحج برضو بعدك كان هلكنا فإنت طلعت فعليا عندك يعني عندك صدمة إنه أنت بدك تشاغب بس بدك ينادو أهلك على المدرسة يعني بدك أزودها يعني كنت يعني أنا كان عندي حكمة وأنا صغير حتى إلي زوج خالي الله يرحم وكان يحكي عني إنه أنا ختيار وزغر فعندي هذا الإشي صراحة موجود بشخصيتي يعني وله لأ أنا ترن علي أنا قليل خواص أو خواصر مش عارف شي بس خواصة مغررة اللي هي يعني ترن علي تقولي أبو كويك بدي أركب طاولة تقيل تعال احمل معاي بقولك رن على اللي خوي فنت علي بس تعالي يقولي مثلا عندي مشكلة عميقة في العالة بين كذا ومش عارف شو أسوي بععد معك ثلاث ساعات أفكر لك أنا من النوع اللي المشاكل الكبيرة بيجيوني أصحابي لأنه بيحسوا أنه عندي نوع من موضوعية شوي بحس ممكن أكون قاضي فهمت علي بس بدخلش بهذا المجال عندي القدرة أني شوي هيك أجرد حالي من الموضوع وأكون شوي موضوعي أفكر بالتبعيات اللي ممكن تسير ف بعتبر هذا جزء من شخصيتي برضو أني موضوعي لحد ما بحب الوسطية يعني بعتبر أنه فيها قوة بالمدرسة وبالجامعة يعني طارق اليوم الضابط الإقاع البروديوسر اللي عنده شركة اللي بكتوب اللي بلحن يعني اللي عنده كتير طايتلز ممكن نظل نحكي فيها فمتعدد المهام أو بنفع حتى نقول أنه اشتغل على أنه يكون فنان شامل أو أحد الفنانين الشاملين اللي بنعرفهم في منطقتنا هذا امتداد لطفولة امتداد لنشأة ولا الكار نفسه هو اللي يفرض عليك هيك الكار أعتقد أنا درست هندسة وبحب الفيزياء وبحب اللغة وعندي اهتمام بالمسائل الوطنية والدينية عندي اهتمام بمسائلة السلطة والدين بشكل عام اللي هي بعتبرها أساس المشاكل السياسية اللي صار معاي أعتقد أنه أنا قلت لك جزء من القصة لأنه أنه مثلا أنا كنت بعزف إقاع ويمكن أني أنا كنت أعزف إقاع لأنه أول ما بدخلنا باللعبة هاي كان أخوي راح يتعلم جتار بس بعدين ترك الجتار فصف عنا جتار بالبيت بس معناش درمز عمارة أو تعرف فصرت ألف على الجتار فهاي أجتني هيك وكنت أصلا مهتم بالكلام فصرت أكتب أغاني بعدين لما دخلت على الجامعة وصار عمر 18 سنة أنت بتحكي على الفترة اللي بين 2001 و2008 أنا تأخرت عشانهم روحوني سنتين وعاتب الأردنية سنتين بهاي الفترة اكتصر شغلات يعني أنت ارجع طلع بالتاريخ شو صار بين 2001 و2008 أنت بتحكي أجت يعني أنا دخلت الجامعة وأنا واحد أنه بيطلع أمريكا ويشوف الحياة ويتفتح على الموضوع مش ناسي فلسطين مش ناسي قضيتي بعرف أنا مين بس أنه مش كابسي معاه بعدين حسيت أنه جيلي مستهدف يعني أنا بحس أنه إحنا أجت الإيد قالت تعال وإنت بدنا يعني بدنا يعني أنت اللي تاكنوا الفيلم عشان تعرفوا 11 سبتمبر ونظرة العالم للعرب والمسلمين مجدرة جنين طبعا تبعيات الانتفاض الثاني حرب العراق حرب لبنان غزة 2008 تصفيت المقاوم اللي صارت بي جنين اللي خالص استشهد فيها ومن بعدها طبعا إسحب إنت 2009 2010 الاتفاضات العربية وتعرف بعدين فتحت الأمور ودخلنا بالنسخة الجديدة من قضيتنا اللي من بعد 2000 وطلع اللي اليوم تطلع عصلا كيف صار الزمن كيف تترجمت إنت اليوم تدخل عجنين بقولك الاستشهد يا عمي كلهم كلهم سميين عسماء شهده من 2002 فالجو اللي دخلنا فيه اللي خلانا مبين إنه إحنا جيل متمرد وغاضب كان جيلي أنا وإنت بحكي يعني كان يعني مفروض علينا يعني إنت بتقدرش أنا واحد طلع إدرس بأميركا عشان نشوف الحياة أنا بقدرش أمشي وفيه مجزرة بتصير ببلد أمي اللي بزور هن كل صيف وما أكون عم ناشط سياسي ولا حبا بأي شيء ومسألة مثلا الموسيقى إنه ما فيش صناعة موسيقى حقيقية جاي مثلا من الأردن وفلسطين خارج نطاق الوطنيات والشعبي وكذا إحنا بدنا عمل موسيقى بلهجتنا طب تعمل موسيقى بلهجتك وتدعينها بديلة وتعبر عن الشباب مع تحكي على قضايا موجودة وقتنا ما كان بسمحنا إننا نتجنب هاي الأفكار يعني مرة واحد من الجيل اللي هلأ بيغنوا لجداد قال لي أنتوا جيلكم حكع كل الشغلات تاعتنا فأنا بحسش علي المسؤولية هاي طل له والله طل له يعني حاس معك يعني صراحة تقتيجي تقعد وإيش تقلنا بس أنا على وقت كان إنه يا عمي محدش عم بحكي على المسائل هاي من منظور اللهجة العامة هاي اللي بنحكي فيها وإحنا مع بعض عادين دائما عم تيجي بنطاق رسمي أو النطاق النضالي قديم كان وقتيها شوي هيك صار يبلش يبلش صلاحية الانتهاء تاعت مش النفس اللغة ينتهي وبدو تجديد علي فشوي وقعت علينا المسؤولية بدون ما نحس أنا فهمت الجانب السياسي أو الجانب حتى الثقافي اللي ممكن يكون دفشك أو دفعك باتجاه هذا المصار بس على مستوى الكار يعني مش الكل فعليا بعمل متعدد المواهب مثلك أو متعدد الأدوار داخل فرقة داخل باند أو داخل مثلا إذا بدك تعمل أغنية لإلك وبدك تعمل التراك فعليا أنت ممكن تقوم بأكثر من دور جواها اليوم بصناعة الأفلام في أدوات موجودة هيك بتخليك أنت مثلا تعمل أكثر من دور لأن الأدوات صارت سلسة بس أنت جاي من جيل ما كانش الإشي هيك يعني كان الواحد فعليا بعمل بس بجيلك أنت لما بلشت تعمل الإشي كمان كان في ناس تاني ممكن تعمل لك أدوار تاني وإنت تطلع متخصص بشغله مثلا تطلع تأدي أو تغني أو تكتب أو تساوي أنا عندي فضول أكتر يعني أنه طارق كان جزء منه لأنه هو حدا شغوف حدا بحب يجرب كل إشي ولا فريق كنترول ما عندهش ثقة مثلا بالناس التاني بحب هو يعمل الإشي بإيده بحب يعمل الإشي بطريقته ومش قادر أعرف بالظبط لأنه أنت بدائما بتحكي عن الموضوع زي كأنه فعلا أنه متعدد المواهب ممتاز حلو بس يعني بتعرف في الإشي الشعبي شو بحكوها هي الإشي الميت إشي والبخت أبصر إشماله شو ميت صنع صح أو إشي زي هيك اللي بحكيه أنه بالعادي الإشي اللي إحنا بنقدمه اليوم أنه بنعمل أكتر من إشي بنفس الوقت بمكان تاني ممكن يكون أثر وسلبي سبع صنايع والبخت ضايع هيك سبع صنايع والبخت ضايع بس أنا بتطلع اليوم أنت موجود بتعرف نفسك بسبع صنايع طول الوقت بتصر هو شوف أنا يعني أيام كتير بقول للناس أنا بعملش كتير شغلات يعني عادي بغني يعني إذا بدأ أفرطها أنا تعلمت درامز بكانش عندي درامز بس كان في جيتار فبلشت أدندن عليه كان عندي اهتمام بالكلمة من وأنا صغير من قبل ما أتعلم الآلات فكنت أكتب شعر عربي وأنا صغير بس صح اللي بتحكيه أنت يعني أنا لفترة طويلة كنت أقول أنه أنا رمز وأتطور بهاي الآلة بس الأحداث اللي صارت بين 2001 2008 ومع الغرب اللي أنا فيها والأشياء صارت حسستني أنه يا عمي خصوصا لما ما لقيت كتير مغنيين برضو حوالي كانوا بدهم يحكوا بهاي المواضيع فاعتبرت أنه لازم أتدخل أعرفت كيف فيه لائن راب لأبيوسف لأنه برضو بلعب درامز الرابر المصري بحكي فيه درامز من صغري أظن الستيكس تهرة قمت عن الكرسي زيقت من الشلل بعرش إيش هو بفكر بس أنا لما بسمع هذا اللاين داما بشعر أنه فيه شيء شبيه وأنا بحكيها أنا الفرعي هاتعق شرعي السرعة مراقبة إذا تحب تسرعي خليك زي يغصنا بإيد الراعي داما في الوادي الشايف الواعي يا أبا أنا الفرعي صاحب الراعي اللون المحلي نبضه بإقاعي اللي هو أنا مؤمن إنه الإقاع بيمسك الفرقة ولاحظ إنه أنا سميت المشروع الفرعي ودائما عندي فرقة فأنا مهتم بمسألة الفردي والجماعي وكيف الواحد بعبر عنه الغناء طورته مع نفسي وطورت أسلوبي بالحكي عشان أوصر رسالة عشان عشان ما أظلني أدور يعني إنه هاد بده يغني باللهجة هاي ولا بده يحكي بالقصة هاي أنا بده أحكي فيها فاللي صار معاها هي إنه صفيت مغني ورابر كون الراب كلام وإقاع ونتاع إقاع وهذا الإشي خلاني لما بشتغل مع فرقة إني أعرف إيش أسري بالإنتاج فصرت أعرف أعمل إنتاج ولكني أنا يعني بعرف أنتج بس أنا مش يعني مش تخصصي منتج منتعلاي أنا تخصصي مؤلف إذا بدي أحسبها يعني بالموسيقى فإنه بحسش إنه هدول الشيء ترغير عن بعض يعني بالنهاية الكاتب بيكون بعزف آلة عشان يألف عليها صح فأنا بعزف آلة وبألف عليها لأنه كان عندي اهتمام بالدرومز كنت بتوسع فيه وهذا إيش فادي بالإنتاج دائما بيستخدم softwares وفهمك للإيقاع بيساعد أنواع الموسيقى اللي أنا فيها بحسها كلها من نفس النوع يعني بعث هاش غير عن بعض وكان طول عمره الهدف التعبير عنا أكتر من إنه شو هي الوسيلة ولكن أنا برضو بختار الأصوات اللي بستخدمها يعني مش إني بعمل كل أنواع الألحان اللي بالعالم يعني هم هلأ كم من النوع اللي بشتغل وبحاول أطلع منهم عماكن تاني وأطور فأنا ما بحس أني بعمل كتير شغلات صراحة بس إنت بالعادة لما بتكون شغال مع فريق بتعمل كل الأدوار مع بعض أو بتكون داخل بكل التفاصيل إذا بتدخل عبيتك وفي إسم حرك من مش كيف إنت حاط تنتبه حلأ شوف تعلمت مع الزمن برضو المساحة تاعة إيش الفردي وإيش الجماعي لأن أنا راضي نفسي بالفردي فبالجماعي بعرف أين تأخذ ستيب لورا عشان ما نكون ش كنترول فريق بس أنا ممكن أوقع بفخ كتير لأن عندي رأي بتلاقيني بالبيس وبالغنى وبالكلمات وبالإقاع وباللحن ومن النوع اللي مش يعني شوي تلم يعني مش مش بسهولة بقدر أمشي لحن أنا مش حابه بس يمكن برضو عم بقرب على المكان تاع مش عارف صراحة والله مش قادر أعرف يعني أنا دخلت في الموثيقة عشان أعمل اللي براسي والأشياء اللي رح تلحم حدا تاني براسه لقدام لما صارت صناعة وتصير تفكر اللي الناس شو بتفكر وشو بنحب نعطيهم وشو حبه عشان نزبط الوضع هاي جديدة دخلت علي يعني وبتقدرش تجنبها لأنك انت الناس سامعة شو لك وعارف شو بحبه فبتصير لما بدك تكون حقيقي مع حالك في تأثير للي سمعته من الناس أنا 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 كائد هيك يعني بسألك بس بعيني على مصار في كثير محطات مع فرق ابتداء من الحارة اللي انت بتحب تعرف حالك يعني طلاقا منها من فرق صغيرة لوصولا لأكتر من فرق يعني أهم الفرق اللي كانت في عمان انت إذا مش مشارك فيها انت مطلع عليها أو مساهم فيها فلاقيلي طول هذا الوقت باجي بتطلع أنه طيب فيه شغلتين فيه حدا اللي هو متعدد يعني متعدد الأدوار ومتعدد المواهب بقدر يعمل أكتر من دور بنفس الوقت قادر كمان يأثر بأكتر من شغل بأكتر من شكل وبنفس الوقت لما بيجي بعرف حاله بظل يعرف حاله طول الوقت أنه أنا قاعد بدور على حالي أكتر يعني أنه أنا بحب أضل أجرب بحب أضل كمان بحب كمان أضل عمل أشياء ففيه هيك مشهد لإلي اللي اللي كمان بتزامن من ناحية تاني طارق أنه انت واعي أنك أنت بتعمل أكتر من نمط وأكتر من نوع وأكتر من شيء ومش شيء مألوف عند الناس واعي أنه بالسين مثلا ممكن حدا سهل يدسك مثلا أنه هذا مشرب في كلاش ببيروت وبلشوا يتخوتوا على الفرع أو أنهم فرعوا بسرعيش ولا 47 ولا كذا ولا 47 وبنفس الوقت بتتحصص لما حدا يحكي لك مشرب أنه أنت ما بتعمل شرب يعني بتغضب بتعصب يعني أنه أنت أروح أفتح دور على اسمي بتلاقي فيه كذا وكذا وكذا فأنا إلي فيه خليط خليط كتير هيك طالع يعني محسسية عالية لا أنا بتحسس من شغلة واحدة بكره اللي مش عامل بحثه يعني بالموسيقى بالعادي بالثقافة هي تعالى الموسيقى الشباب وين البغط عم يجيك الشاب اللي يفارم الموضوع داخل عارف تاريخ القصة عم يجيك واحد داخل على القصة جديد ومش عامل بحث تاعه ويحكي بعقلية إنه أنا بحكي على اللي وصلني لا يا حبيبي بشيلي على اللي وصلني تحكي على الفن تكون داخل ومدور جواته وحاراته وزواريبه وكيف أجهده ومين وصل هذا ومين عرف هذا ما بنفع تكون إنه آه معنا إحنا هيك وصلنا إذا هيك بس أنا دخال فاكهون معلش يعني هاي أنت حكيت فيها بأكتر المحل أنا بحس إنه نوعية الفن يعني بشكل عام كيف الناس بتستقبلوا يعني فعليا أنا مثلا ممكن أضل أحكي بودكاست تقارب بس بعد عشر أسنين ممكن تقارب يصير برنامج بعرفش الناس عرفت إنه هو تقارب هذا البرنامج طبع يوتيوب فكرة البودكاست سقطت أو اليوتيوب سقط وراح لمكان تاني أو صار شيء تلفزيوني بحس طول الوقت إنه انشغالي بالدفاع عن الإشي أو إثبات إثبات فكرة إنه هذا بودكاست أو مش بودكاست وأنا ويع إنه أنا عم بعمل إشي متنوع بأكتر من منصة وشغال بأكتر من إشي لأنه ما عنديش مثلا رفاهية إنه أغامر بمصار واحد وبحب أعمل أكتر من إشي يعني بحب أخلط هذه المخرجات الإعلامية مع بعض بنفس الإشي أنا بتطلع على الفرع من مكان تاني بعمل كمان أدوار متعددة وهو مادة سهلة للدس يعني أي حدا ممكن يدسه يعني على هذا الموضوع جدا أنا لقي لي ما بستغرب إنه حدا دسك أنا بستغرب كيف بتعصب إنه روح دور أعمل 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 هومورك تبعك أو روح أعمل سيرتش عيسي بتلاكي فيه ثلاثة تراكس أو كده إنه ليه لازم أنا أعمل عنه أنا استقبلتك هيك أنا صرت عم بشوف إنه هدولاكا بعملوا مثلا راب تقليدي كلاسيكي أيًا كأننا نسمي اللي أنت اليوم بتعرفه الفنتيج اللي الناس رح ترجع له بعد فترة يعني أو الفنتيج اللي الناس رح ترجع له بعد فترة وبحس إنه هيك بس إنت تكون معصب ولا غضبا إنه ليه معصب يا زنب إنت يعني آه إنت بتعمل بس إيه متى أنا عصبت على الموضوع أنا بفكرش إنه فيه مقابلة أصلا لإلك انذكر هذا الموضوع وإيه ثانيا انت وانك ما تقلعش يعني حتى هلأ لا لا أنا دي أحكي لك أنا بدايك وبنزعج لما فيه حدا جاي يعمل كذا بس مش عامل لا أقولك ليش لأنه الراب بالذات هي بس ع الراب على فكرة مش عايش تاني يعني بزعجش إذا واحد بعرفش إني درمر ولا بزعج إذا واحد بعرفش إني رابر مش هون الموضوع بس الراب تحديدا لأنه الراب حساس صراحة بأرضه حساس بلش إنه هو موسيقى أو أسلوب بعبر عن معاناة معينة بتحسه أداء توصيلية أكتر هيك بدأ والراب العربي بدأ من هاي النقطة لقطة انطلاقه إنه هاي الموسيقى أو الأسلوب مش بعيد عنها مش بعيد عن حبنا للكلمة والشعر اللغة العربية وإنه أداء بسيطة بلهجتنا العامية نعبر عن المناطق فأنا هون قاعد بحكي عن الحال اللي إحنا فيها أنا بحكي هلأ على الكلمات وعلى الراب نفسه أما إذا بنحكي على الهيب هوب كجانر أنا مش سائل فيه عن جد يعني أنا اسم الفرعي كل الفكرة تاعت إنه أنا أهلا بغني وبعمل لك الإشي اللي أنت بسميه راب بس أنت اللي داخل في موضوع إنه هذا القال بتاعه اسمه هبوب وهيك السوق تاعه هداك اسمه روك ومش روك أنا فرع المداخل من الشتات إلى الداخل بسوي اللي بدي إياه أنا بقعد هلأ على الدرامز وبغني إذا بدك أفصل الكهرباء وبعمل لك راب وأغاني كمان عما جيني واحد إذا بتفصل عنه الكهرباء بنتهي مشروعه فهمت علي فلأنه صار بعدين فيه بوم للراب وصار فيه إله استخدام هذا عبا حكي آخر سنتين ثلاثة صار فيه إله استخدام ورح ينحك فيه هذا الأكتر بالزمن لما تكشف الأوراق بس يعني ما هو مش بلا مواخذة يعني أنا مش كل واحد إله بالصنعات عشرين سنة عشان يعرف إنه وين طرح توصل الأمور وشفنا التجربة هاي بأرضه للراب فهمت علي إنه إذا كان فيه وسيلة إنك أنت اتذكر الشباب فهو الراب أكتر السلاح ذو حدين وإذا فيه طريقة تنسيهم وتفصلهم وتعزلهم فهو الراب أكتر من باقي أنواع الموسيقى عرفت كيف أه 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 من ناحية تقنيات وفيه ناس تحب هذا الستال هذا الستال هذا مش مهم يعني صراحة ولا عمره بهمني كان أه وفكرة إشي اللي أكتر هو غالبا إنه اللي بيعمل لي تريجر زي ما بيحكوا إنه الموسيقات كلها هاي اللي هي مش السائد خلنا نحكي قبل ما تصير السائد كلها جانرات أو ألوان موسيقية دائماً كلمة جانرة أو لون الموسيقي النوع الموسيقي لازم يكون فيه سبب موسيقي لش هو تسمى نوع لحاله وفيه سبب اجتماعي برضو إنه شو الحال الاجتماعي اللي نشأ فيها شو الظروف اللي خلت هذا النوع الموسيقى يطلع وليش ودائماً الأسباب اجتماعية وسياسية حتماً ف اللي داخل بالجو وبقولك أنا هذا جوي وما بقرف الأصول تاعة الأمور والثقافة اللي حواليها ليه تاخده جد يعني فاهم أنت علي ماشي تقول لي ما هو مستمع وهيك بقولك ماشي إذا مستمع عادي يحكي اللي بده إياه بس إذا هو داخل جو إنه هو محلل وبيعمل ريأكشنز وجو إنه لا ادرس يعني هذا فن أو تجارة اللي بدك إياه سميه لتسميه بس إله تاريخه وفيه أسباب لش طلع فإنك تجيني انت هيك بدون لا دراسة ولا إشي وتحكي رأيك لأنه بالذات بالراب لازم يطلع لك واحد يوقفك يقول لك لا مش صح هذا ما طلع أشي قبل هذا هاتطلع قبل هداك وهذا متأثر بهذا وهذا جزء من ثقافة الراب إنه مين الحقيقي أكتر كل هاي من ثقافة هذا الإشي بس أنا مهتم بالأداة نفسها الكلام والقافية من ثقافة الهيبوب ولا عمري كنت محترام لكل شباب الهيبوب أنا مش من يعني اللي كتير كانوا من جماعة إنه يلا نعمل ورشة عن أساسيات الهيبوب بإبسروين ونقولهم إنه خمس عناصر في البيت بوكسنج والديجينج جميل تثقيف وبعرف إنه آه هو ثقافة مش موسيقى بس أنا مهتم بالعملية نفسها فكرة إنه أحد يجي بلهجة بلده يحكي فوق الإقاع يخليك إنك أنت عم تسمع إقاع متسلي وعم بيحكي كلام بيعني الشباب ومنقدر نفهمه هذا شيء جميل يعني وخدمنا كتير يعني إحنا الراب العربي عجيلي خدمنا عمل تواصل بين شباب من الأردن لفلسطين للبنان لسوريا لمصر وكان في حوار حقيقي حقيقي الحوار كان إنه إف هذا بحكي عن هذا الموضوع طبعا أنا هاد بقدر أععد أحكي معاه مثلا عن الاستشراق بقدر هذا أععد أحكي معاه عن الموضوع الفلاني ففيه كان يعني ميديم للثقافة إنه مش مجرد جوي يعني فمتعلاي طب أنا بدي أكمل معاك و بدي أرجع لورا كتير لما قبل الألفنات إنت ليش زعلان أنا مش زعلان أبدا لا لا فكرنا أنا بدي أكمل معك بس إنت أطول بارك علينا لا 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 أنا بالعكس بدي أكمل معك ونفس الفكرة قصدي بدي أرجع للراب العربي كله أنا يعني بحكي في بداية الألفنات هيك كان فيه محاولات موجودة التليفونات الصغيرة هاد المجنون اللي كانت بين إيدينا ساعدتنا نسمع تراكس كتير وناس بتدس ناس وناس بتسبع ناس وبنسبة لإننا كان ممتع أنه قردين ناس بسبعوا بعض يعني أو بشلوا هاد أيام المتدايات والدسات اليوتيوبية أيوة أيوة ولا عمري كنت فيه هذا الجو أنا مثلا 2006-2007 بس أنا بوعى أنه مثلا 2002-2003 مثلا من روايتي أنا عن الأشياء بتبلش من عند الدام 100% بتبلش من عند الدام وبعدين بتطلع فيه طفرة من محاولات الشباب الجيانة اللي كانت تسجل جوا الخزين يعني واحد يسكر على حاله خزانته يجيب البيت يحطه ويحكي نفس الشي وكلمات بسيطة بس بتذكر يعني فيه أشياء بصحة صد بابة بنامع صد طيارة كل أصحابي راحوا فيه كان إشي بجنين فيه إشي تاني مثلا بالخليل وهدول أنا لما بنحكى لما بنحكى طارق على إنتاج مستقل بيستفزني مظهره اليوم لأنه كنت بفكر أنه وقتها يعني عن جد الناس كانت بتجرب تنتج إشي من ولا إشي حرفيا والتراكس كانت بتوصلنا وبنسمعها وبنكيف عليها وبنتبادلها وبعدين حتى ما بنعرف أسماءها يعني بهذا الشكل اللي صار أنه كمان هذا المشهد بحس أنه كان كتير مهم مش شوي كتير كتير مهم بخلاف دام اللي يمكن هي موجودة بسينة 48 أكتر اللي فيه تولز وبرودكشن وكذا اللي بيخليهم يثقفوا بسرعة بس هذا إذا أنت بدأ كتيجي تمسك هذا الفترة بمصر سعودية بلاد الشام مقابلها كانت كمان روتانا وكمان كانت شركات إنتاج كتير كبيرة فبتطلع أنا حرفيا أنه هذا هو الهامش اللي كان قاعد الناس بتطلع منه وبتخلق فرق وبتخلق محاولات وبتخلق بانس وهيك أنا عم بحكي صح هيك أنت بتوافقني صح أتفق الراب العربي من وين بلش أنت برايك خلنا أحكي على الراب المشرقي يعني منطقتنا بلاد الشام وهيك دام دام يعني مين رهابي كتير إشي مهم وأعمال دام الأولى بس يعني مين رهابي كانت أغنية وعلى القل لا إلي ولو إني متأكد أنه كان دا أثر على كتير ناس كانت إنه دقيقة شوي يعني هلأ عم نسمع راب باللهجة فلسطينية اللهجة بنعرفها الراب حلو والمعنى حلو ومهم وعلى الوجع بوقتها بعدين أجد تجربة ترمالله أندرغراوند اللي هي يعني مقاطعة وعاصفة بس الفكرة وين إنه التجربة ترمالله كانت أكتر إنه الإنتاج صار فيه إلو كاركتر أكتر دام جابوا الشخصية الكلامية خلن نحكي بالبداية هذا برأيي طبعا كان في مشهد بيروت اللي هم عكس السير ور جي بي وجماعة يعني بديش هلأ أدخل بالأسماء عشان ما نضيعش فهناك كانت القصة بالأردن كان في بدايات برضو كان في ناس بس دام نقدر نحكي إنهم رواد في الراب العربي تاع بلاد الشام بتعرف كان ملفت لإيه لي لما عملت مع تامر خط مع الحوار فبكل عامين رهابي كيف كانت بالنسبة لإلنا إشي زي أغنية وطنية موجودة كان صادم لإلنا لما بقول له هيك لأنه طارق بس حكالي قصتها إنه كيف كان يعني جزء من أو نشأة تامر ونشأة الدام اللي هي طالعة جزء من سين بالـ 48 والأمين الرهابي هي مش بسياق فعلية مثلا الانتفاضة التانية هي بسياق الشرطة يعني بسياق الشرطة الإسرائيلية كيف تتعرض لأولادة 48 وباللد فأنتي حتى بتطلع كان صادم لإلنا بكله إحنا بالنسبة لإلنا كانت أغنية وطنية يعني إحنا بنتعاطى معها إنه مين رهابي على الجيش بتغنيها بكل مكان الجاليات الفلسطينية بكل مكان عم بتغنيها وتعمل وبظن كان فيه إشي ملهم لكتير شباب كمان إنه تجرب وتعمل مثل الدام بالضبط يعني هيك لأنه الخوف كان وقتها من الراب إنه اللهجة إنك تيجي ترف يعني بدك تسمعها مرة فأنا بقول إنه كانوا بهذا المكان ملهمين يعني إنه لا هيها اللهجة بتزبط وتمام وبنفس الوقت كمان معرش إذا بتوافقني لحد هديك الفترات والمراحل أو طول هديك الفترات والمراحل ما كان حدا بطلع بأدي أو بعمل إشي أو بكتب إشي عشان حاله أو عشان صاحبته يعني كان فيه إشي عام أكتر الناس بتطلع حتى لما فعليا بكون إشي خارج سياسي خارج سياق سياسي فلسطيني بتلاكي المصريين دبوا بالسعوديين والسعوديين دبوا بالمصريين فيه إشي بتطلع هوية سعودية وإشي بتطلع هوية مصري بس ما بتحس ما كنتش أعرف إنه يعني ممكن يكون صادفني بس عن جد ما قعد في راسي أبدا تراك لأنه طول الوقت الناس كانت غاضبة من أوضاع عامة من أوضاع بتمر فيها بتحكي عن فلسطين حتى لو بدأت ديس حدا تاني بتستخدم فلسطين بمكان ما القضية بمكان ما اليوم إحنا بمكان تاني مختلف تماما يعني رغم إنه حتى الثورات العربية لما إجت المفروض إنه عززت الإشي الجماعي تمام بس بتلاقي فيه أدوات أو فيه نمط إدي قائد بحكي عن مشاكله وصحابه أكتر من مشاكل مثلا مشاكل بتخص جيله يعني شوف أيام أنا عشاني قلتلك بالأول ورح ألتزم بهاي الشغلة أنا زلمة موضوعي يعني بحاول عن جد أحلل كل الأمور بس هي بتجتمع الأمور مع بعض يعني أنت أخذها بالمنطقة الطبيعية التسعينات ما كانش فيه هذا المشهد البديل بقوة كان ما زال يتأرجح بين الناس بتحاول تعمل أشياء أجنبية وفيه طبعا أشياء ما في شك بس اللي وهذا الحراك اللي يزاد مع الإنترنت كمان شجعوا ليه لأن الإنترنت يخلاك تعرف أنه إيه هدول الشباب اللي بالـ 48 قاعدين بيعملوا هذا الكلام إحنا الحالة الموازية تعتهم مثلا بالضفة أو بعمان سوريا كذا هلأ بهذاك الوقت واحد زي ما ذكرنا كتير المشاكل كانت يعني أول عشر سنين يعني 2001 احنا دخلنا من خلنا نحكي من نهاية التسعينات من انتفاضة الثانية 11 سبتمبر على حرب كل اللي هذا اللي مرأ فيه أول عشر سنين خلنا نحكي 2000-2010 وما كان البديل موجود كتير سواء راب أو رق أو شرقي وغريب وكان فيه يعني مدن الناس من موضوع أنه حب وأنه كان الصفة العامة على الموسيقى اللي هي لأنه يائمة وطنية الأغنية أغنية حب فكان فيه سبب ليش الناس بدها تحكي على المشاكل يعني كان هذا الجانب اللي بيجذب هذا المختلف كان أجل الربيع العربي أو الثورات العربية وصارت هاي الأمور أكتر ناس يدخلوا فيها بعدين صارت هي السائدة ولكن طبعا مع ركود هاي الثورات أو التأجيل اللي صارت فيها صار في عندك أنت الدولة العميقة الحرب المضادة الثورة المضادة فأنت صرت اليوم بخوف أنك تحكي يمكن بعدين أجل جديد قال لك بهم حكوا هيك ما أنا بدي أكون مختلف فأنا بدي أحكي على يعني لا الوضع بسمح يعني يمكن الجملة اللي كنت أنا قدر أقولها بال2011 و2012 ما يقدرش يقولها هلأ رابر بالشارع يخاف بعدين لأنه عن جد بخوف لأنه الظرف العام ما بقول لك أنه إحنا وقتنا كان مسموح بس كان في حالة تمرد بالشارع على هاي الأمور فأنت لما بتزدته لهذا اللاين أنت معك الشارع معاك يعني لو بدهم يحبسوك الشارع معاك بس أنت اليوم اللي بدي يجي يكتب هذا اللاين الشارع مش معاك الشارع بقول له عمي فيك عني أنت تجيب لي الدور فغير أن المواضيع بخالفك والله بالجزئية هاي لا أنا على فكرة دايوش عشان نكون شوي دقيقين أنا بحكي على الفترة اللي بين 2014 لا 2018 2019 بديش أدخل باللي بعدين لأنه هلأ إحنا عنا حالة أخرى أنا ما بدي أقول لك أنه بيخاف بالمعنى تاعة أنه صار القمع يعني إلى حد ما يعني صار مش مشجع أكتر أنك تدخل بهاي المواضيع لأنه واحد الناس بلشت تزهق منها أنا حكي فيها كتير الناس ما بدأت تسمع يعني تأبت الناس أنه عارفين الموضوع وعارفين وتغلبش حالك عم بيغني لك أغنية حب امسط بعدين صار تزير المشاكل النفسية ومشاكل شخصية أخرى اللي هي برضو جاي من مبدأ أنه الناس صار تسأل حالها التغيير ومش التغيير والحرية طب شو التغيير والحرية هلازم يغير حالنا من جوه فبرضو هذا النفس موجود عند الجيل اللي أجي حكي على مثل المشاكل النفسية أنه أنا ما بلومه أنا بقول أنه هو أجي كان معاصر لوقته أكتر يعني لازم كان على وقتي الواحد يحكي أنه لا أنا فلسطيني ولازم أحكي على القضية الفلسطينية في كل الدول العربية مش لأني فلسطيني لأنه هاي قضية عادلة وأنا عربي ولازم أحكي على الحريات لأنه في قمع وبكفي تغني أغاني حب بس لما أجيت أنت بعد ثمان سنين طلع واحد تاني في 2015-16 هو لازم الأجدر أنه يحكي مثلا على مشاكل نفسية على أمور قاعدة بتصير معاه بعدين خلطت الأمور مع بعض وهلأ صار كل المحتويات يعني كل أنواع المحتوى هاي موجودة بعرشي إذا وصلت النقطة بس اللي هو أنه ما في ملامة هو أنا أكتر من أنها هيك الظروف هي مش ملامة هو وصف وتشخيص وأنا عن جد بحاول أفهم وبالنسبة لإلي يعني بحكي على مشهد بحكي على يعني مشهد فني بس بالنسبة لإلي هو بشبه فلسطين بشبه الوطن العربي يعني مش هبحكي معه زي كأنهم ناس مغتطعين أو هي على هو العكاس يعني هو نفسه اللي بكتب بلوكات مثلا اللي بكتب مقالات يعني نفس الحال هي صارت في كل المحتوى طبعا بكل إشي وتفاعل الناس مع القضايا العامة كمان بعد الثورات خف و قل بعرف لأنه كمان في هزيمة طال على الناس منها الناس تعباني الناس منهكة بدها تجرب تحكي هي بتشوف أخبار وبتتفاعل معها بكل مكان أو بالنسبة لإلها بترجعها للتفكير لصدمات ما بدها إياها ويمكن عشان أتفك أنا مياك أكتر بقول لك أنا بفكر المشهد ما بعد الثورات العربية عم بيكون زي الانتفاضة الثانية اللي هو مثلا الانتفاضة الأولى الأغاني قعدت فيها أو استمرت إحنا إذا اليوم نغني على أغاني وطنية قديمة منغني أغلبها قصص أو أغاني الانتفاضة الأولى بالرغم أنه الانتفاضة الثانية مليانة أكتر يعني مزدحمة كان كل استوديو في كل بلد في كل مدينة فيه واحد واثنين عشرات الأغاني بيعملوا بألف شيكل وألف وخمسمائة شيكل ألف شيكل وألف وخمسمائة شيكل وخمسمائة شيكل فكان فيه هذا الانتهج كبير ولكن ما بعد الانتفاضة الثانية بكيف أكلنا يعني كيف شكل نهايتها الناس لحقلها من غير لسه برمجة سياسية ولا توجيهات سياسية الناس تعباني ما بدها ترجع تسمع هذه الأغاني مرة تانية أو تتفاعل معها بشكل أبدا تخل منها بريك برضو ما تتسألون كان فيه طابع شوية ديني جهادي على أغاني المقاومة تاعت الانتفاضة الثانية إلى حد ما أكتر من الانتفاضة الأولى هل لا بدش أخروط المضعات هدول استمروا هدول استمروا هدول ما وقفوا بس مثلا كل الأغاني المحلية تبعت الكتائب في جنين وفي نابلس وفي طول كرم والأغاني الشهداء يعني أنت اليوم مثلا ممكن يعني ممكن تيجي تسمع أغنية ما تلاقيش حتى في حدا بيشتهد يوضحها ويرجع يرفعها على يوتيوب تلاقي في حدا رفعها قبل 13 سنة اللي فيوز عليها بجزء أنا وأنت اللي بنسمعها مش عم بتزيد بتعرف فادي لما بتكلب أغنية عليها شوية مشاهدات بطلعوا 500 واحد برفعوها قصدي حتى شكل التفاعل معها عم بكل وأحكي لك لسه فيه إشي اللي كمان يمكن بصب أنت شو بتقول أنه أنا جربت أعمل مقابلة مع فنان شهير مغني شهير طلع بالانتفاضة التاني يعني رفض يتفاعل مع المحتوى ما عندوش مشكلة أحكي بكل مصاره الفني باستثناء هديك المرحلة لأنه لقيله زيك أنه تشابتر وسكره أنه كمان ما بده يدفع طبيعات وما بده يتعامل معها أنا بس بحكي لك الجانب اللي أنا عم بشوفه جديد اليوم مغير شوي أنه فكرة أنه أنتو حكيتوا عن كل هذا الحكي فأنا ما بدي أحكي أو أنتو حكيتوا فأعطتوني المساحة أنه أنا ما أحكي أنا عم بشوفه إشي منسجم مع تخلي الناس عن مسؤولياتها أكتر وبشعر طارق كمان المكان تاني لما بتم تقديم الإشي على أنه إحنا ما رح نحر الفلسطين بالأغنية لا مش مظبوط صديقي يعني الجزء أساسي من الهوية عند كتير ناس وتفاعل الناس مع كتير مع قضايا من ممكن من ستوريا أو من عرض أو من قصة أو من أغنية أو من كذا يعني من إن آن على سبيل المثال مثلا اللي لقي لي حتى مزعج أنه كيف الانزعاج ممكن يكون عند شاب جديد في بعض المقابلات كيف بحكي أنه إنه صارت تفكرة أنه نحر الفلسطين فأحلمنا نقناع أنه ما بنا نحر الفلسطين بعرف إنه ثقل بس بنفس الوقت الحل مش إنك تهرب منه شوف أقول لك شغلة هاي النقطة صراحة أنا دام بحب أشرحها وبتفهم شعوره لما بقول هيك وأنا بحكي نفس الشغلة لأنه فيها نوع من هي زي ما تحكي مجاملة هيك خفيفة عشان الواحد يعني فيها نوع من شوف يعني فكر فيها أنت الواحد ما بدر يحكي أنه السلاح هو السلاح الفتاك الوحيد بس هو واضح إنه هاي مشاعر حققية طلعت جوه الأغني فصاح سوان هو أو لا أنا ممكن أقول لك إنه لا ما بناش حرف رسطين بالأغني ليه؟ لأنه كان في هي مهمة وهو كان في زمن مرأ فترة يرو دخل هيك بالنجي اوز بتحسوا كان في نوع من إنه يلا نخلق نوع من تعبير مختلف عن الغضب وإنه والمقاومة الغير مسلحة فمن الحذر إنه نقع بهذا الفاخ صار فيها يرد الفعل الزايدي واللوان أنا بتتفق معه يعني وهو بالنهاية شو يعني الحق والحقيقة هو الأساس إذا ناخد الأمور للباسيك فإذا أنت في مصدقية جوه الأغنية معاته هي بنفس المصار المتكامل مع كل الشرط الثاني الصادقة اللي بتسعى لتحرير فلسطين نعم بس ما بدنا نعطيها أكتر من وزنها بالقصة لأنه إحنا برضو بدنا نكون بالصناعة بتاعت الموسيقى وبدنا نكون يعني حذرين كيف نحكي الأمور وهي نقطة حساسة ما في شك إنه أنت عم تعمل أغنية عشان تبيعها ولأنك بتعبر عن مشاعر صادقة وهل بيجتمعوا التنين أو لا و صعبة يعني بس صعبة بس عم تنجح ما نشوف نماذج ناجحة يعني كمان أغنية قلبت وتقدمت أو في ألبومات قلبت وتقدمت وحملت قضيتها وحملت هموم شخصية وطلعت وقدمت حالا صح ولكن حالة فكرة أنه إحنا يعني بدنا نغني بدنا نغني لأشياء اللي الناس بتغني فيها أو اللي الناس اعتادت تتغني فيها بعرش بحس أنه هذا بشبه مرحلة أنا مش قدر أميزها يعني إشي بشبه شكل الإنتاج المستقل الجديد حضور الفرد أكتر اهتمامنا بحالنا بروفايلاتنا الشخصية أحساب بروفايلات تانية وهيكا هذا رح يرجع عضنا كلنا اللي دخلوا بهذا الفيلم يعني أنا عارف أنه الجيل اللي يركز على هذا المكان رح ترجع الأمور تقصه لأنه أنت صحيح هو بكون جامل مكان صادق بس هو مش عارف أنه اللي بعده كيف رح يجي يستغل هاي الفكرتات ويروح على مكان أبعد منه بصفي أنه أنت نقطة الموضوع تعقضيتك صفة نقطة يعني الشباب الجديد اللي طلعت مش أنها ما ذكرت قضاياها وهموا منها لا ذكرتها بس مش بالتفصيل اللي احنا كنا دخلين فيه هم بذكروا طارقه بشكل كتير لطيف بس أنا بحكي لك عشي جديد طالع اللي البعض يصرح صراحة بأنه أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع لأنه كتير بحكوا يعني هاي هاي يعني إذا هيك منصير نحكي إحنا بالمواضيع تعاونك ترجع أنت تحكي بالقضية يعني لا هذا مش منطق يعني إذا بدك منحول شو منحكي عشان تزير تعنا الغير عنه لا هذا مش 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 عيشي هاي مش أسلوب حياة بس أنت الموضوع مدايق أخ أنا كتير مدايقني أنا كتير مدايقني أنا يعني أنت سألتني الدكتور ديلياو حاضر لا لا بس أنا بالعكس مبسوط أنك بتدايق أنا مزعجني جدا مش شوية مزعجني كتير فكرة أنه يعني في بحالتنا الفلسطينية في تراجع للتنظيم تراجع للعيلة تراجع للبلد تراجع للترابط تراجع حتى لفكرة العلاقات والصداقات فصار الواحد أنا بحب أعرف أنه مثلا أنه هذا الشاب صديقي من الأصدقاء اللي كنا نقعد على رصيف أو الرصيف ستايل يعني أنه أنت حتى بتقعد ترجع هيك لمراحل أنه شو يعني صداقاته شو يعني علاقاته شو يعني كذا وبتيجي بتطلع أنه الناس قدر الإمكان اليوم بتحاول تقلل الحمل عن كتافها بلغة مختلفة أنا بحترم لحدة اللي بطلعوا بقول أنا ما بدي أغني لفلسطين أنا بدي أغني للحب ما يدي مشكلة ولكن تقديم أو إعادة مثلا التنظير لفكرة أنه غيرنا عمل فأنا ما بدي أعمل أو إن حكى كتير في هذا الموضوع فأنا ما بدي أكمل أو أنا بدي أكون مثلا أدخل بسياقات كوميرشال أكتر دي أعمل مصاري وهذا الإشي عم بعرض لا لكل هذه التفاصيل فيه معادلات وفيه ناس أثبتت أنه أنت بتقدر تجمعهم مع بعض مش محتاج أنا أقدم مخولات كبيرة اللي خطرها رح يكون بعد سنين يعني أنا هيك بتطلع على الموضوع متل ما أنتو أنتو أسستوا لإشي اللي مثلا اليوم الناس ما بدي تيجي تطلع عليه هو مرجع لأنه بدها تقدم أو تهرب منه أو بدها تكمل فيه أو بدها تطلع منه بس بالآخر مصطرة اليوم المصطرة اللي عم بتكون إنه بنفع نغني لأشياء تاني عشان أكون جزء من السين العربي بحتاج أكون من جزء من التراب اللي موجودة للناس بتدس بعضه بتكفكف بعض بتسبع بعضه يعني مش قادر أصوف الإشي يعني بإيزابية عالية جدا لا ولا أنا وبالنسبة لإلي يعني مين قال يعني إذا الموسيقى صادقة فهي تعبير عن حالات ولحظات فأنت ليه حكمت يعني مين قالك إنك بعد بكرة مش رح تصحى وتشوف لك شوفي قدامك ولا تسمع لك خبر وتكتب عليه أغني صحي يعني هذا الأساس إنه ما نحدد عن إيش بنكتب هو رح يجي يعني ففي جدا أحط قوانين للمواضيع أنا إذا بسألوني ليش أغلب أرشيفك كان مع أنه عندي أغاني حب كتير وأغاني ما لاش علاقة في الموضوع بس ليش كتير من أرشيفك إليه بحكي في هاد لأنه الموضوع كان شغلني جزء من شخصيتي يعني أنا طارق بتقعد معاي بحكي في هاي المواضيع بحكي سياسي ودين حتى لو إني أنا بصهران أنا هيك راسي كشاب فهمت علي ومعنديش اهتمام يعني أنا زهجان كل القصص اللي بحكي فيها الشباب فهم علي يعني مش إنه بدي أكون هاد الشاب بس إنه فعليا يعني بجي أحكي لك إنه عن يعني يش مشاكلك إنه الشباب ده تحكي عن إنه مثلا المخدرات والأدوية طب يعني إحنا كم من المشاكل شفناها بحياتنا كبير يعني مش حاس إنه هذا هو بالضبط الموضوع ومسألت الفردانية الزايدة هاي برضو أنا أصلا بتزعجني أنا أجيت محارب لإلها بالأساس فهمت علي لأنه أنا أجيت من جيل بحاولوا يعملوا فيه وهيك ورافض بس اللي ما كنت أتخيلوا إنه ناس من خلفائنا ييجوا يكونوا بدهمية مرة فعلا إحنا حملناها إحنا ملاحقناها شي شباب إنت ما كنتش كتير صغير لمصار الربيع العربي عشان تيجي تقول لي أنا زهقان بصر إيش إنت مش زهقان إنت ذكي أو مش غبي وعارف وين السوق وين المصاري مين اللي بدفع وإيش توجهاته السياسية وهذا الإشي مش بيصالح الإنسان الفلسطيني اليوم يعني إذا في زمن الإنسان الفلسطيني فيه أصعب يحكي فيه عن القضية هو اللي إحنا فيه وما يغرك إنه عشان الإنترنت تمنحكي وهيك صحيح هذا بس إنه طبيعة الدنيا تغيرت إنه صار عندك يوتيوب وبدأت تحكي وطبعا الأغنية حلوة وكل الناس مع قضية فلسطين هتروح فيرل والأغنية جامدة هذا رهيب ولكن هذا برضه كان له ثمنه صح؟ اللي هو الشباب وغنيتهم فارل بس بقدرواش يأزفوا بالبلد الفلاني لأنه البلد الفلاني بفضلش هاي الفرقة لأنها ممكن تعمل شوية كركبة البلد هذا بيغين عنه فلا لا دخلين عمرحلة عكيف كيفك أبو البقاوي ولسه فيه كمان شغلة أنه حتى فكرة أنه كثافة المحتوى اللي موجود اليوم بتخليني كمان أنا أزاحم يعني بقضية بروايتي من كتر المحتوى اللي موجود من كتر مثلا إذا بدك تاخد البودكاست من كتر ما فيه كميات الآن عم تطلع أنت عم بتزاحم يعني بهذا الشكل هلا أنت تيجي تقول أنه لا اليوم الإشي عم بيكون الناس راحة باتجاه القصص الشخصية القصص الاجتماعية بنفع أنا أولف أولف تقارب أنه يكون في حضور أكتر شخصية أكتر قضايا اجتماعية نحكي فيها أكتر بس فكرة تعمل إزاحة لهذا المحتوى لأنه الناس اليوم بدها تعمل أو هذا التريند لا أنا بفكر أنه شو بنعمل اليوم هو مراكمة لسنين لقدام يعني أنا عم براكم على حدا سبقني وأنا وفي غيري راح يراكم لقدام وطول وقت الكونتنت اللي الواحد اليوم بعمله بأي شكل من الأشكال بده يكمل فيه بده يسمع وبده يتعاطى معه وبده يستفيد منه وهيك بس طارق وإنت قاعد بتحكي عم بشوف أنه يعني أنت لمرحلة كنت تحكي يمكن لحد 2019 18-19 كنت تقول أنه هلا الناس عم بتروح أكتر على التراب وإحنا بنا نلحك وبدنا نقدي بس بعدين مؤخرا صرت أسمع أنك أنت زكر حالك فقولت أنه أنا خلص يعني بالآخر هادي الناس كلاتها راح تلف وترجع تسمع أنت بتسميها الأولد سكول أو كيف فهمت بتسميها الأولد سكول أنا ألي بسميهاش أولد سكول أنا زكاً بسميها أولد سكول ما بعضو نجبتها المهم المهم أن الناس تفهم أشر fueron أعني وردني أعني وردني أنا قلت أنا ما بسميه أنا قلت يعني ما بتتسمى أولد سكول بقدر بأنه في هذا النمط الإفلات الواضح الكتير ثابت وكتير جامد واللي مهما صار فيه عليه تغييرات بيظل موجود وحاضر نفس كيف انا بالاعلام بقول نفس كيف الناس زهقت حالها وبكورونا اكتر شيء من كمية ضخ المحتوى اللي موجود ديجيتال وتلفزيون والالوان والاشياءات والكذا نصرت حب تسمع اكتر فانا بفكر انه يعني بدي بس كل كيف اتدرجت انت من الهيب هوب كيف استوعبت الاتراب كيف قررت او حكيت انه انت بدك تلاحق وبدك كمان تدخل تدخل لترند وبعدين اخدت موقف اكثر انه انت بدك ش تكون جزء من هاي الحالة او تتفاعل معها بكيف هي اليوم عم بتكون مش اشوف بارش انا كيف انت وصلت هاي النتيجة هي صح بس مش عارف كيف انت وصلتها مش مهم اقول لك شغل اول اشي انا انا بالنسبة لي هو جانرا مش حالة يعني قبل ما يكون حالة وانا بحبها يعني انا بالاساس احب البيتات الابطأ فيها مساحة اكتر وعندي تراك اسمه لهجار تراب يمكن لما نزل كان فيه ترت اغاني تراب عن نت كله بالعالم العربي فانا يعني شحطة وبقولك انا من اول الناس لانه تراب في العالم العربي انه عملت هيك تراك اسمه لهجار ميكس تاعه بيخزي لانه انا مكست وضع معاي فايل فاضطريت عمله ميكس ابو شلفق بس هذا بالنسبة للجانرا وكان عندي اهتمام فيها لانه احنا بالفورتي سابن سول كنا برضو داخلين باصوات درامز معينة مش كتير بعيدة عن التراب فكنا بهذا المكان وكنا بالسنتيسايزرز والاماكن اللي فيش فيها سامبلين فمنعتبر حالنا اقراب من هاي الجانرا غير انه بيت لدريل اللي احنا نسميه شامستيب افتع لأي احنا بالفرق والليش اللي بعدين صار اسمه دريل احنا كنا نسميه شامستيب او بيشبهه على الاقل فلا من ناحية جانرا انا كتير بحبها بالعكس انا كنت داخل فيها لا اسباب فنية انه الراب عم بتطور وعم بيقرب على اماكن انا بحبها اكتر اما من ناحية الحالة العربية اللي صارت بكوفيد وفقعان الامور بعتبر انه هادي حالة جيل وطلع جيل التراب اصلا بارضه هو فيه تمرد على فكرة خلنحكي الثقافة الامريكي الافريقي اللي كانت موجودة باسيك انه انه لا انا مش دائما بدي احكي عن قضايانه هو نفسه يعني احنا كله العرب احنا عفكنا دائما بننسخ يعني حتى الحالة هاي لعننا هي منسوخة انه لا مين قال انه الافريكن امريكن باخدش بس بيدخن حشيش باخدش مخدرات تاني انا باخد مخدرات تاني هيك الراس هيك الراس بالتراب فعلاي انا بشرب ده وسعلي و مع الالجي بي تي كيو مين قال انه السود بقدروا شكون مع الالجي بي تي كيو ففيها هاي العقلية اللي هي فيها التمرد على الحالة بس انا للاسف ما بشوفوا تمرد واعي لانه بالنهاية من هذا الجيل طلعت الاصوات اللي لا ديئة شوي احنا مش كلنا هيك فهو يعني الاصلي وجد نفسه برضو جوه التراب فيه اشياء عظيمة طلعت هذا من ناحية جانرى يعني عندي اه وعندي لسه اغاني كتير تراب تعتبر ومش نازلي في عندي اغاني اوتو تون ومش نازلي بس لطلا poisoned الاخر الالبوم نزلته ابو الدهب هو بيحكي يوم عن الحالة اللي انت عم تسألني عنها الابوم ابو الدهب ولا ترويج اللي نزلته قبل شهر هاد الالبوم اربع اغاني هو مطلع الاغنية الاسمه ابو الدهب بتاعت الألبون بيبدأ فيها بيقول لك بدك داعية أو رابر مؤثر ناشط وسنابر هل أنا سائل بالهابل هل أنا على وعي لتكابر هل أنا بكتش في الذات بعرف شو بحب الذات هل أنا مبسوط مزعوج من عودة صوت الرش شات بعدين بقول لك على العربي أصلي راب من أيام الباندا أنا أبدهب على البراندا كانوا رفضين الراب فعملنا بروباقاندا وأعنيها إنه الراب كان إنه شو هذا الإشي اللي أجنبي وجابين لي ياه وإحنا عم نحاول نحكي إنه لا لا هاي أداة سياسية وفعليا كنا بنعمل بروباقاندا استخدمناه عشان نروج للثورات اللي إحنا معها واستخدمناه عشان نروج لقضيتنا فهي أداة سياسية وبهذا الألبوم الأربع أغاني كلهم أنا على فكرة كل الأشياء اللي بتحكي فيه بتحكي عاي الحالة تاعت كيف الراب العربي تغير وفيه كتير شغلات يعني بحكي فيه شغلات فعليا نفس الحوار اللي هيك عم نحكي بآخر تلت ساعة على الأقل وهي أحلى دعاية للألبوم أحلى دعاية للألبوم بالعائل بدك أحط الرابط بحط الرابط بالوصف أحط الرابط حط تعصبش بس شوف أنا عشان أكون صريح معاك يزال ما إحنا العرب عقولة واحد صاحب الصيني أنتو العرب مشكلتكم دائما ديستراكتد مشتتين بتفكيرنا هيك مشتتين فتعلاي يعني حالة التراب والراب هالا عم بتصير هي حالة في كل العالم مش حكر على العرب ومفهوم إيش اللي قاعد بيصير سياسيا يعني في البلاد العربية عشان يكون في ميول لنوع المحتوى اللي ما بدخل يعني فهمت علي يعني أفضل لي أنا أحضر واحد بقولك أنه عنده ADHD وبياخد دوا من أني أسمع واحد قاعد بيحكي عن حارتهم ويطلع واحد من الجمهور أخو الشاب اللي استشهد عندهم يعني فهم علي لو أنت ملظم حفلات هلا يعني هيك بتحسبها لا لا بفهم بفهم بس كمان شغلة بحكي لك لا خطر لو أنت عم تحكي على كمان فكرة شكل تفاعلنا أنه أحيانا بعد الثورات أو كمان مع وجع الناس اليوم ومشاكلها الجديدة ومع السوشال ميديا ومع كمان صار الوعي النفسي الجديد فصار فيه عنه وعي أكتر بجرحي ومشكلتي وألمي ونكدي واكتئابي وصارت الناس بتشخص لبعض على الستوري فبالليلة هادي كل ياتها صارت الناس فعليا لما بتسمع أغنية يعني تحكي بوجع ما أو كذا بلاك إنه آه هذا الإشي مش تريجر هذا الإشي فيه لقيله عندي يعني صار بدور على وجع بالمناسبة يعني نفس مشكلتي مع يمكن مع كل المحتوى النفسي اللي بتقدم اليوم إنه بتم تقديمه على إنه يعني بذات بتحت صياغة إنه التوعية والأويرنس على الأهم إنه لا معلم إحنا تجاوزنا الموضوع هذا بطلنا نحكي على عيادات مجانين إحنا وصلنا اليوم لمحال إنه حدا على ستوري بيطلع بيكون عندكم اكتئاب الشتاء أو اكتئاب الصيف ولا اكتئاب الخريف ولا إنت منيح بس عندك اكتئاب الخريف وبترك الناس فعليا يعني الواعي وغير الواعي القادر وغير القادر تطلطش باكتئاباتها بس بحس كمان إنه الناس بتتعب من هذا المحتوى كمان لأنه كمان أول أآخر أنا موجوع بنكد بالدار أسبوع أسبوعين ده تطلع إحنا عشان ما نفهم غلط إحنا ما في شك طبعا وشوف خلينا نحكي إنه هي بدت بدت من مكان صادق ومهم إنه ديئة شوي إحنا طالعين بالشوارع والتغيير والحريات ما معنى هاي الأمور شو معناها يعني عقولة بلاش عقولة بس الفكرة إنه بدت من مكان إنه إحنا لازم نغير بذاتنا والتغيير يبدأ من الذات وفي منه الكلام هنا طبعا فبدت من هناك بس إيش الناس أرطت لك إيه حلو هاي أريح هاي من قصة تحكي بالعام والشارع فنطوا عليها وصار فيه مبالغات الآن أنا بعتبر إنه مش من العدل للناس اللي عندها مشاكل نفسي إنه الموضوع يتعمم ويتصير إنه يعني عن رايح والجاي فاهم علي يعني كتير صار ترند قريبا فإنه ما بدي أكون برضو يعني ديناصور بس اللي بقوله إنه أنا بكون حذر لما بحكي هيك إشي وبالتأكيد فيه ناس عندها أمراض نفسية وبتأخذ أدوية وهيك ومفهوم بس ما بعرف وين آخرتها يعني اللي عنده اللي عنده مشكلة نفسية فيه دكتور نفسي وفيه أدوية الحكي في الموضوع مع العالم فهمنا إنه ما تستحيش إذا حاس عندك مشكلة يروح على دكتور نفسي إذا ما عقب مصاري لا وهو أنا أحكي لك إنه هيدا في مبالغة في مبالغة بس يعني كمان في بحس إنه بطلنا نعرف إنه مثلا إنت بتعمل تراك أو بتعمل ألبوم بمصارك بس إنه بتحكي قصتك الشخصية مثلا تحكي لك أنا تجربتي مثلا كمستمع مع السينابتك إنه لمسني بأول يعني أول كم تراك وصلني لمسني خاصة إنه بحكي بيواجع بقصة بشيء ما بهذا لما سمعت كمان قصته الشخصية بمكان ما تواصلت أكتر مع أغانية بس بعدين وصلت لما حل صار متعب وصرت بشوف أصدقاء فعليا اللي هو بتفاعل معها إلى حد ما يعني بصير هو مثلا بمر بظروفه الشخصية بضر بتفاصيل ما بلاقي إنه السينابتك عنده هو المصار هذي الفترة اللي بسمعه وبصير في حالي من متابعة شو ساوى وشو حكى وشو كتب وإنت بده يعمل وإنت هاد ورجع للطب ولا ما رجعش للطب ففي زي كأنه هون عكاس لإلنا بس بمحال بتصير تشوف إنه شوي إنه أنا عم بتورط أكتر يعني الأغاني هذه مش عم بتخليني فعليا إنه تخذني معاك أخذني معاك إنت حرفيا يعني ففهي والله شوف في بلحظة من اللحظات أنا شعرت إنه الناس بلشت تستخدم موسيقتي كالمكان اللي بعبر عن الحالة الشعبية أو مش شعبية اللي هي لحالة الناس أنا بتدام بحكي عن الناس يعني بتدام بتحكي شوية عكس بعض يمكن أنا بحكيش عن مشاكل الشخصية والنفسية بحكي على يعني واحد سيكولوجي والتاني سيكولوجي أنا علم اجتماع داخل الموضوع لإني بعتبر إنه إنتك تحكي إيش اللي بتشوفه حواليك تعبير كل واحد يوم تعبير عن حالي وأنا عندي أشياء أنا دخل بالنفسي والشخصي مش كتير بس يمكن أنا بتحفز بهذا المكان لإني كنت مقرب من ناس عندها نوع من هذه المشاكل وبحس إنهم أولى بهذا الحوار تبقى علي فغالباً مثلاً لحد زي السنابتك عبر عن هاي الحالة كتير أكتر لجيل إنه ما رئه فيها أنا بحس الموسيقى للناس يعني شوف هي برضو حال غريبة لإني أنا لما بكتب بكتب لنفسي يعني بحس العلاج إني أنا إنه المهموم بهاي الأمور فبروح بكتب عنها فبعتبر حالي عملت جزء من الواجب يعني كأني بدي أسمع حالي بحكي هاي الشغلات عشان أحط حالي بالموقف إن أنا أسير هاد البني آدم كأني قاعد بفرض حالي إيش دي يصير مستقبلي أو كيف الناس تشوفني وهاي الشغلة غيرتني لإني وضعتني بزاوية إنه أنا تحط حالك في هذا الموقف وهذا اللي لازم يصير نحط حالك في هذا الموقف يعني أنت بدك تجبر حالك إنك تسير هاد البني آدم المهتم عشان نقدر نوصل لحلول أكتر يعني في مطلع إلى العام وللوضع وإذن حل الوضع العام هتيجي معاه المشاكل الذاتية برضو وهي صراحة عن جد فلسفية النقطة يعني بتنكتب بوراء فلسفة لسايا رابعة جامعة إنه إنه أنت كيف بتعالج المجتمع بتعالج حالك واللي بتعالج المجتمع عشان المجتمع يعالجك معاهي ممكن يكون سؤال بيجيب الواحد بحض شو اسمه هو اليوم كمان هذا فيه يعني فيه سؤال اعتزل ما يؤذيك تعرف هذي سمعناها لفترة بس ما شفناش استخدامها هل قد هذي الفترة يعني إنه الواحد صار بعتزل أمه وبعتزل أبوه وبعتزل أخوه وبعتزل زودوها وبعتزل بلد إنه طب وقا وبعدين يعني أو بدي أبعد عن المواضيع التوكسيك أو بدي أبعد عن المواضيع التوكسيك توكسيك هذي جابتنا بشو اسمه فإنه كتير أنا بصراحة ما بعرف بجوز أنا ببالغ وبالكي بحكيها من مكان أسهل علي أحكيها بس أنا شخصيا بحس إنه إذا عندي القدرة والمساحة إني إني أهتم فهذا هو الواجب فاهم علي يعني يجيين واحد يسمعنا عرفان هاي المواضيع أنا بدي أنسه والله العظيم حاس معاك والله العظيم إني حاس معاك وأنا مش بالموقف اللي أنت فيه عشان آجي أقول لك إنه لأ لازكن مهتم أما يجيني واحد يقول لي إذا مدرشت غير بالك كل هاي القصص بقول له لأنه عيكان أفوردت بقدر لإني أنا دارس بمدارس مرتبة يعني تعتبر مرتبة بتغرب مسافر شايف العالم عندي مشاريع درست هندسة عندي القدرة إذا أنا الجزء من هذا المجتمع اللي هو يعني أقول لك النخبة ما بدوهش يعمل هيك مين يعني يعني المشكلة إيش أنه صار فيه دور اللي بيكون واحد جاء من موقف يعني يحسد عليه بالمقارنة مع الناس وبدو يعطيك جو الضحية بدو يعطيك جو لأنه يعني أنه أنا شو أغير لا أغير وشو أعمل وما أعمل إذا ما أنت اللي بتقدر تعمل أنت اللي قاعد في بيت مرتاح فيه وهذا فإذا مش خصص جزء من وقتك أو دماغك أنه يهتم بمشكلتنا الوجودية إحنا كشعب بصراحة عن جد شو أستفيد منك أما كل واحد لعب لي دور فيها أنه أنا بطلعش بإيدي لأنه أنا واحد والدنيا كتير معقدة والاحتلال كتير أصعب وهيك بصراحة يعني ما هو اللي قاعد تحت القصف مش عم بيحكيها فأنت كيف سامح لحالك تحكيها تعرف هلو أنت بتحكي قاعد يعني غير التوكسي وغير كذا هلأ فكرة امتياز الكل بحكي أنه أنا مقدرش أحكي أو أنا عندي امتياز هادة أكتر فخ على فكرة هادة بعشرة تحطها هادة بس اللي بدي أطعم هلأ على الهواء هلأ بدي أحطها عشان نخليها ليجل الحلقة هادة أسوأ إشي بالعالم أنا هادة اللي بيجي بقولك أنا ببديش أحكي لإني من موقف بريبل إيش تحكي إنت عن جد إنه عن جد وصلنا مرحلة إنه إنت عم بتقول إنه إنت لازم تستشهد سبع مرات عشان تحكي عن فلسطين يعني شوال مفتق هاد هلأ عصبت أبو البخاوي دقيقة شوية عصب عصب أنا هدون بخف عقلي منهم مان لأ واللي بيجي بقولك مان النفس العام في البلد الناس مش طائقة تحكي الناس مش طائقة تحكي إنه عنده ظروف اختصادية ومضطر يسكر محله كل يوم لأنه فيه إضراب بالبلد ومش طائق حاله بس من جوه وطني وبطبيعة الحال هو جوه هذا الانشغال أما تيجيني أنت إنه الإيش أنا فبقدرش أحكي بالله عليك شو المنطقة طارق طارق المنطق كان طول عمره عجلت فيه إيش عكسي بضحك طول عمره كان الحدا اللي بطلع بدرس بره بأخذ خبرة وبرجع فعليا عشان يفتح عيادة جوه البلد اليوم اللي صار بيجي بقولك بطلع بره بدرس طب وبتعلم بأفضل الجامعات برجع بره على طول كرم مثلا بقولك ما بدي أفتح عيادة لأنه الناس كلهم ريضة يعني إيش يعني يعني طول عمره الانتياز هو دافع لأنه أنت تعمل يعني فيه دور عليك بدك تسويه صار اليوم فكرة فيه صيغة جديدة علي أنه هداك الزلمي مش لاكي قاعد عباب محلو مش قادر يبيع فهد زهكان حالو ما بده يحكي بس آه مظبوط بس أنت مش هداك الزلمي يعني أنت معك مصاري أنت معك مصاري ونفسيتك مرتاحة وأنا قاعد بالصنبول موجود هون أنا مش تحت الضغط تبع الحواجز بطول كرم ولا بجنين بهاي الأيام فعندي رفاهية إن أعمل بودكاست بقدر كمان أجي أقول الناس ما بدها تسمع لأنه بس قاعد بتتبع أخبار الطرق وأخبار المستوطنين عادي بنفع كمان نحكي هذا الحاجة بالضبط بالضبط اللي هو مثلا أنا قاعد بلندن عم بعمل بيت ماسك هاليرغول وقاعد بفر وفيه وسامبلين وبحط عليه بيت دريل بفتح تليجرام بشوف الأعدادات بجنين بتكبس معاي بدي أعمل أغنية عن جنين حانة اللحظة كنت طول عمري بقول بديش أعمل أغنية اسمها جنين غير لبعدين بحياتي لأنه عندي علاقة مع جنين حبيت أوصف هاي الحالة اللي عم بتصير لأنه فعليا حسيت أنه في بختصرها باللوين اللي بحكي فيه ألفين واثنين لاثنين وعشرين وعطر الشهد لحاجة زير الجلمة إنه إحنا بآخر عشرين سنة جنين فيها حالي لم تتوقف أنا كاتب كلمات إخوالي من جنين بعرف مدينة جنين مش قاعد فيها أنا مش مع الشباب ولا مع الكتيبة أنا مع الكتيبة خلبي مقالبا ولكن بدأوا مش معاهم يعني والشباب مشغولي وأنا بدي بشعر إنه العالم فيه منه يمكن كتير من العرب يمكن ما بيعرفوا إنه جنين حالي بحالها إنه فعليا كل ما تحس إنه الدنيا عم بتحاول تمره وإنه كذا وتمييع للقضية وكذا فيه بستشهد واحد جنين فبدي أحكي هاي الشغل ما أجا حدا أقول هيك طبعا بس إنه يجيك واحد يقول لك مثلا إنه بس ما أنت مش عالأرض يعني إشبتك معناته إذا هيك خلينا إحنا بس اللي 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 تحت اللي جوه الاجتياح والقصف هو يعمل كونش لفرسطين كل واحد تاني انت او البقاوي ليش تحكي معنا انت انت اعمل بعرفش بس عشان الواحد ينصف الموضوع هاي الحالة اللي هي أو شي مستوردي طبعا زي هاي كلها التانيات حالة الووكنيس هاي اللي صارت في أمريكا اللي هي فعليا ضربة قاضية بالثقافة الغربية يعني قاعدة بتدمرها من جوه اللي انضرب المنطق عارفت كيف وميعوا خلوا الناس تسير هذا عفقنا مصار كامل بس عم منعيشوا يعني زين زي كل العالم اللي هو انضرب المنطق تاع الاشياء انه ايش يا اخوان عشان انه شلحك الفاضي يا دي زم انه احنا طلعوا مره منبعث ناس بعثات ومنح عشان يصيروا بريفلج عشان انهم بيحقوا على قصص اه يعني هيك انت سخير بقحم المسؤولية عشان يعمل يعني هيك الاشي اليوم انه لا انا يعني انا ما استشهدت وهاي فكرة فيه اشي كمان بسياقنا الفلسطيني باحنا كيف منقدم حالنا يمكن من مرحلة ضعف وهزيمة منعيشها اليوم اكتر دم اكتر هو الي بقدر يحكي اكتر واذا انت بتيجي تطلع عليها هذا خسر اكتر يعني هولفكرة صارت بمين خسر اكتر صح اه فكرة مثلا انه حدا جرب يعمل اشي وما زبط معه واستشهد تمام يعني الاشي يتجاوز تقديرا لمحاولته خسير فيه نقاش على فكرة انه حتى احنا بوعينا مشوعين انه خسرنا انه هو جرب خطة فشل وخسرنا خسرنا شاب بالاخر بس طول الوقت اعادة تقديم الخسارة والهزيمة باشكال كتيرة خلتنا نتطلع على اشياء او تصير ناس عن جد يكون عندها مشكلة وتشعر بانه هي ما بتقدر تحكي قدامي الناس التانية بالرغم انه انا يعني او عم بحكيرك هذا الحكي على حالي تطارك مؤخرا يعني باخر السنين لو صار عندي الشجاعة احكيها ابن غزي هو تحت القصف بقدرش يحكي قصته مثلا نقطة ابن جنين وهو موجود جوا بقدرش يطلع يغني لما انت سويت تراك جنين صار اليوم اي فيه اشتياح لجنين بتطلع عليه على سيرة يعني الاتراك نفسه كنت احكي لك نفس الفكرة انه انا بشوف الناس بتتفاعل معه بتشيروا على على السوري عندها بالصب عدين الناس اللي عرضي هي شايفة انه اهد ابن بلدنا وهي قضيتنا وحكي عنها يعني مش مش شايفينهم الموضوع انه صح وبديش عمم يعني كوعدين ورأيه بتافي يعني كل فيه اراء مختلفة سواء جوا جنين او براها بس اقول لك ايش الشغلة انا اللي بحثها وبقامن فيها عن جد انا بقامن اه انه وعن جد مش عم بكون شعبوي او عاطفي اه الشهداء لما بتركوا احياء عند ربنا وبيزدوا علينا واجبات يعني لما بتفقد حدا انت مثلا مقرب او مش مقرب ما هو برضو ابن بردك ما هو ابن بردك استشهد يعني او القضية هاي الاشياء اللي بتصير فينا كل يوم هي دافع انه احنا نحاول نعمل اكتر فاحنا لازم انه نستثمر هاي اللحظات لانه مش انه اه والله انترك يعني انه خسرنا حد خسرنا روح اه بطرت معانا يعني على الاقل اه او جسد اه شو شو تركت مكانها يعني ممكن قصة واحد شهيد اه تلهم واحد قاعد قاعد بدرس برا يعمل شغلة يكتب شغلة وهذا المفروض عشان اصير فيه تكامل بالحياة عدنا يعني حتى اللي يعني انه هذا جو الثنائيات اللي كتير يعني متضاربة مزعج يعني انت بالنهاية يمكن الخبر العصوب حشجعك انك انت اليوم بالشغل تحكي بطريقة مختلفة كذا 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 بس الناس عندها برانوية صار انه ايش انه هذا تميع للقضية والمشكلة اللي بيحكوا بها اللغة اللغة التميع وتميع هم الناس بتأمل شي شي يعني الماء محدش بيقاوم زعلان انه في ناس قاعدة بتغني المقاومة ومحد الشغال على مشروع مهم لفلسطين مش مبسوط من كل المحاولات سواء كانت محاولات مسلحة دبلوماسية ثقافية اشعار اللي هو بس بنفس الوقت بقدر اتفهم الترومة اللي جاي من زمن اه ادايتون على ثورات عربية على انجي اوز اللي هو تعالوا نعلم اساسيات الهيب هو بمخيم علا وعسى الشباب هادي تلاقي طرق اخرى للتعبير وهذا مش غلط بس كان في محاولات مش صادقة بهذا المكان كان في الدخلات مش صادقة يعني هيلاري كلينتون يا زلم بعضمة لسانها حكت انه بها بدها الراب يخش على العالم العربي وقت الثورات كان في مشاريع هيب هو بالسفار الامريكية عملتها بالوردن انت علي انت تخيل يعني هم جاي انه انا جايب لك ثقافة امريكية يعني انه انا جايب لك تول بتعبر عن كيف الانسان المقموع يعبر عن حاله يعني خد برضو هيل فقادر فقادر اشوف الجدل بتفهم شعور اللي بيحكي انه مش هنحر فلسطين باغني انا حكيها من قبل لا بس الاشكالية دايما انه بتلاقي حدا هو خارج السياق هذا كله اللي بيصدر لك انه عندي مشكلة او بيحكي بتمنيع القضية لانه فضاوت بال يعني فضاوت بال اه اه لانه كمان صار فيه هيك زي كأنه فيه نمط واحد احنا منحب نشوفه هذا هو نمط التضحي وهذا هو نمط الاشي الوحيد اللي احنا نطلع عليه واشي تاني يعني كل اللي بنحكي فيه كمان بشبه قضيتنا طارق يعني بالمرحلة اللي كانت دائما اللاجئين موجودين برا هم اساس القضية هم اللي بعملوا ادوار هم اللي بتفاعلوا وجالياتنا شغالة كسفراء لانه بكل مكان صار فيه اشي تاني اللي هو المركز بسبب السلطة ودايتون وكتير اشي ابن الليد يعني فيه مشهد بشبه كمان الحالة السياسية اللي موجودة بدي اقفز قفزة طويلة شوية انا وياك عشان اروح على الانتاج المستقل لانه كمان هو لساتنا احنا بنفس الجو بس انا اول شي بدي اسألك قبل ما تروح بدي اسألك شغلة بدي احكي شغلة على اخر نقطة هذا النفس تاع انه انت بطلع لك اش تحكي على الموضوع لانك انت مش جوه هذا الحكومات العربية عملته بالفلسطين عملته بالفلسطينية بالدول العربية لابن باخر اربعين خمسين سنة هذا من اسباب ليش انت بتحرم الفلسطيني اصلا من تفاعله مع خضيته هاد خطير الكلام واي واحد بيعتبر انه اذا الكل حكب الخضية بتتميع معناته هو مش فاهم الخضية مش فاهم انه هي مش بس مش بالبساطة الموضوع يعني فتلا هي انك انت اه والله خلص صارت جينيريك للجميع وكل حدا طارق باخد دوره يعني هو الفكرة انه يعني حتى بالثقافة وبالفان في حدا كان بعمل بوستر في حدا كان بكتب في حدا كان بخربش في حدا بعمل في حدا بغني في حدا وهدول كلهم موجودين بالاخر بلبسوا عسكري ليه كنا يعني غريب المشهد انا يعني بستفزني كتير طارق مش شوي انه احنا بنتغنى بالعاشقين وهم اللابسين عسكري وقاعدين فوق وقاعدين على الاستيج طب ما هذا اذا انا بدي اجي اطلع على المعايير نفسها اللي بنحكيها اليوم طب ما هذا هو يعني يعني ذروة الابتذال يعني هيك بس بدي احكي هيك لو كان بي اذا 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 اطلع عليها بس طول الوقت نتعطى معها انه ناس موجودين من الرحم المقاومة طالعين وبشتغلوا وبساووا وبعملوا ما كانش عنا مشكلة من مرة ولكن اليوم هيك في نظرة تانية مرة تانية بتشبه تغيرات اجتماعية والسياسية كتير وفردانية يمكن بالاكتر بنحكي عنا مهم كتير بس قبل من انا آسف استنوا موضوع هذا كتير مهم مهم كتير ضلنا نتذكر انه فرسطين قضية كتير معقدة فانه الواحد يكون مطلع على شو هي الحال بغزي شو الحال بالضفة طبعا مع تفاصيلها اللي صارت الجديدة اللي اكتر اللي هي تعرف يعني تعقلت الضفة نفسها صارت معقدة 48 وبعدين يعرف الفرسطيني بالعالم العربي شو وضعه وبالشتات كل واحد فيهم له اشياء مختلفة لانه قضية طولت فمن الطبيعي يكون التوجه او الزاوية اللي داخل منها الكلام تكون مختلفة وهذا التنوع قوة مش ضعف بدي اسألك على مرة تانية على الانتاج المستقل بس براسة اسئلة انا فقط شو يعني معنى شو يعني انتاج مستقل مرة تانية من المحل اللي كانت فيه حدا بيجي مستقل عن شو يعني النفس فكرة ناشط شبابي مستقل انت مستقل عن شو فبحث انا بطلت فاهم مستقل عن شو مستقل عن شركات مستقل عن رأسمالية مستقل عن احزاب مستقل عن تنظيمات مستقل عن حدا يحدد لك شو تحكي وشو ما تحكيش او اذا بد اجاء اطلع على كل هذه المعهير اللي موجودة اذا بتتجلى اليوم بفكرة بيوتيوب فزي كأنه في لير او في مستوى اللي بعمل كل هدول بس انا مش عم بشوفه مش عم بتعمل معه بشكل مباشر فمريح لقلي انه انا انه احكي خلص انه هذا هو شكل الانتاج المستقل اليوم وفعليا ما في عندي حكومة كل شو احكي وشو ماحكيش برغم انه يوتيوب وكل شو احكي وماحكيش ما عندي شركات اللي بتيجي فعليا تفرض علي وبتاخد مني نسب اليوم يوتيوب سبوتيفاي كل بلاتفورمز هاي بتعمل هذا الدور نفسه اه اه كمان فعليا فكرة الشعبوية او انا بدي احكي شو بدي احكي لا الارقام والترند والكزا كمان لعبته هناك فانا عم بتطلع انه طب يعني شو ضل من تعريف الانتاج المستقل اللي احنا بنحكي عنه خاصة وانا باجي بشوف في مؤسسات او ممولين او صناطيق تدعم الانتاج المستقل شكل الدعم لقيله بانه يقول لك انه مثلا احنا بدنا برامج لدعم السلام او لتعزيز روح الشباب فانا باجي بطلع انه عن جد انا فقدت البوصلة تماما بانه شو يعني انتاج مستقل اخر مشهد انتاج مستقل انا بعرفه مش اللي كنت احكي لك عنه الخزاني اللي هو الشباب اللي كانت بده توجب مع اصحابها في طول كرم فبتروح على استوديو تدفع له 1000 شكل او 1500 شكل من بعض عشان يأرخوا او يخلدوا اسم الشهيد انا بحس هناك في ابن طول كرم وملحن وتبع استوديو موجود بتجمعوا بغرفة واحدة بيعملوا ب1000 شكل 300 دولار يعني ما يقارب اغنية والاغنية بنظل نغني فيها جيال هلا انا مش حدا الختيارية اعنا وياك اللي بدنا نقعد نقول هديكي هي الانتاج المستقل اكيد في كتير متغيرات عم بتكون اليوم بس انا عن جد بطلت عارف مش عم بطالب هداك النمط يكون اليوم بس انا بطلت عارف شو النمط اللي بنحكي عنه اليوم يعني شو هو الانتاج المستقل هو السؤال القوي انه لما كانت تنزل هاي الاغنية شوف الانترنت هلأ خلى فيش شاش المستقل يعني انت احنا ذراع من اذراعة الرأس مالية بشيء تعمل بيت بتعمل محتوى بتحطه اونلاين معناته انت ماشي خلال قنوات البيك تيك اللي هم دول اللي يعتبروا بحجمهم بسيطرتهم جباروتهم فاحنا الجزء منها حتمي مرأة فترة تواهم طبعا انا منها يعني انا في اليوم بنتقدوا انه دولة يا زمال الفنانين كلهم طلوا على تيك توك انا بحبش معدي حكيهيك لانه نحن الجيل اللي مثلا الفيسبوك ساعدنا ننشر موسيقيتنا يعني شوي فيها تخلف نك تحكيهيك اه مستقل يعني اول اشي حتى عالميا يعني كصلاحة الموسيقى اه او اللي بسموه يعني music business او industry اه الشركات الانتاجية كان اسمهم indie labels هم صار فيها الى big indies بسموهم اللي هم برضو معدودين على الاصابع تقريبا الشركات اللي كانت المعنى تها انها مستقلة انها كانت ما تفرض نوع معين على الموسيقيين يعني ما هم بحكي اما independent artist يعني بعمل اللي بدي اياه نفت علي بس ما هو انت اللي بدك اياه اه بدك تعمله اه يعني في جانب تقني في الموضوع في جانب لوجستي في الموضوع انك انت الانتاج والتمويل عليك فانت مستقل مش حدا عم بتفعلك اه وعامل معك اه ديل بعدين هذا الطابع صار ينتقل على فكرة انه استقلالية بال انه مستقل عن الانواع والجانرات وهاي بتشبه قصة البديل او الالتيرنتف انه انا بخلط الانواع هدول مش متطر التزم بواحدة منهم وغالبا اذا كنت مش مستقل انت مش بسهولة بتعمل هاي العملية لانهم بدهم حاولوا يصنفوك بالنهاية شركة الانتاج بده تبيعك فبده تعرف انت تحت اي قائمة بده حطك بتعرف شو بتغني برجعش تقول له والله انا بغني اللي بدي انا مستقل فطلعوا هدول جماعة المستقل اليوم ما انا انه هيك انه كل واحد انا له توليفة مختلفة ومش دروي نعلي بالامور هاد بنحية انه شوي لوجسطية وفنية بس اما بتيجنا عند خلصنا موسيقى وتسجلت الاغاني جينا على التوزيع والانتشار هاد بطل فيه اشي اسمه مستقل اليوم او يعني هو تسمى استلاحا مستقل ولكن فيها استقلالية اكتر من اللي تماما مش مستقل صح لانه يعني اللي العقد تاعه مش عقد اللي كل ما يخلص البوم بيستخدم مثلا شركة توزيع ديجيتال اونلاين مش مهتمه وشو بيحكي غير عن اللي موقع عقد انه عليه ثلاثة البومات وفي مواصفات هاي ثلاثة البومات وبعض الشروط المعينة زينا بطيرش تحكي عهاد وبطيرش تحكي عهاد او شو الهدف لسه لما دك تعمل حفلات كمان طارق على قضية يعني كمان انت اليوم حتى لو ما دك تنزل على السوق صار في شركات كبيرة موجودة وبالاغلب شركات اتصالات بالعالم العربي مش بفلسطين بس اللي بترفعه وبتنزل ناس فابتداء يعني يمكن اوضح اشي فيها قضية الانفلوانسرز انه انت بتلاقي اذا شركة اتصالات موجودة في الاردن تبنت الاكسل فلاني هو رفعته بمصاري ورفعته على شهرة وحطت ضمن نتويرك وحطت ضمن كوميونيتي ورفعته فبحس انه كمان صارت الناس تفكر انه هي كمان شو الالبوم او شو الاغنية او شو الانتاج اللي بده بيع وين العرض اللي بده يعمله فانت بطلت يعني مش قضية بس يوتيوب وهيك على مستوى العروض اللي هي بتعملك كمان كتير مصاري اذا عندك عرض ستاند اوب وفي نكتة ما ممكن تزعي شركة اتصالات بتتجنبها صح ما هو بصير واحد يقول لك انا مستقل فعم برتك تقراراتي لحالي بس هو الشرطي صار انبدت جواته يعني صار جزء من تفكيره المعيار ايش بتحكي ايش بتحكيش صار انه شبه مفهوم فصار فيه زي تنازل بين صانع المحتوى والوضع اللي عم بيسير انه بالنهاية بديش صفحة تنشط من فيسبوك بديش يعني زي ما انا مش قادر اوقف قدام مثلا الحكومة واقول لهم فهاي تنازلات مبررات مش مبررات طبعا مبررات ويعني شك اللون لحد ديت ما تقدر تمشي مسارك بانضف طريقة ممكنة او بتكون عصامي جدا يعني بتعرف يعني ما تغيرش كتير هاد المكان صراحة هو هو بس اللي اللهم مرأت فترة الوهم انه السوشال ميديا وهيك تعطينا حريتنا بعد نرجعوهم من اللي مسكوا صاح يعني كنا نقول للي إذا عاد وانا بديش لإذا انا مش مهتم بالإذا عاد ومش يلعبوني بالأردن وفلسط ملعبونيش بطلع على فيسبوك على يوتيوب اليوم صرت تحسب حساب طب أنا يوتيوب هلا يروحي نزلي هاي وهكذا واو يعني دايما كان في أدوات رقابة وأدوات قمع عم تقصد اه وبفترة من الفترة والتشترينا وهم ما هو برضو يعني زي لما يجي واحد على الانتخابات بقول لك بوعدك وعودات وبقول لك أنا بدي أغير عم ما يمسك بعدين بروح بغير الدستور مثلا أو نفس الشيء هدول عملوا فينا تخلنا إحنا ومتمردين ومش طيقين للأنظم العربية واستخدمنا الفيسبوك واليوتيوب وهيك لحديث مصار هو الحكومة تروح مثلا على تيك توك أو whatever فما عدت كتير مهتمة لا مستقل أنا شوف مستقل وبديل يعني دائما بعتبرهم أنهم مصطلحات رح يضرهم دائما موجودين لأنه هو اللي بدي يحاول يخرجنا عن الذي يحصل فهمت علي يعني مثلا خلاني نعتبر أنه التراب أجا بده يصير كوميرشل ويخفف حدة الأمور العربية برأيي بكل استقلالية أجت بلاتنوم أنه لا أخذت من هذا الساوند بس برضو أخلت قضيتنا موجودة بالأشي المجوز دانستيك بده يفتح بالعالم وهيك يجينا نطينا نحن الفورت سيفين أنه أنا أعدلكم أنا تاعة دانستيك مجوز هيك بس بدي أضلني أطلع وأحكي عن فلسطين أو أحمل قصة أنه فيه نوع من استقلالية أنا بعتبر مثلا أبو الدهاب أنا مستقل طلعت بألبوم أبو الدهاب عبرت عن شعوري للراب العربي لابدون ما أحس أنه فيه شركة نتاج وكتقول لي بلاش يتحسسوا منك الرابرز الصغار والبابابا أنا عارض يتحسسوا يعني بالعكس رح يشكرني بعد سبعة أربعة سنين فهذا نوع من استقلالية أما أقولك أني مستقل لدرجة أني أنا بقدر أوزع موسيقتي وتوصل للعالم وانتشار بدون دعم شركات وأنه يصير في حفلة وبقدرش وبعدين هي أصلا يعني مسألة مستقل والله بسوى الواحد يعني يفرم هذا موضوع أكتر ولا عمرها كانت عن جد مستقل يعني مستقل عن إيش بالظبط يعني عفوا لو كل إشي عندك مستقل بلاجينز داعك اللي بتستخدمه عشان تستخدم بسر إيش عشان تسجل بلانت ويفز إسرائيلي ولا فعام علي يعني الشركات الصوفتوير اللي انت بتستخدمها إيش هي فهون بتيجي زي مبدأ المقاطعة والهوية يعني بس بحسن لك أنه فيه هون زي مفهوم التطبيع بمحل كمان أنه يعني فيه إشي اللي أنت وقف وقف في محل أو منستند ونرجع له لمحل لأنه أسهل لأنه هناك فيه مرحلة زمنية تعرف فكرة الإنتاج المستقل كيف بفكر أنا أو كيف كنت فهمها اللي هي يعني موجودة على هوامش بعيدة عن الرقابة بشكل أساسي الرقابة الحكومية بعيدة عن مؤسسات عن حتى كان فيه بعض المؤسسات تدعم فعلا بس بعيدة عن نمط المؤسسات اللي بتوجهك أنت شو تحكي أو شو ما تحكيش أو اللي عندها أجنداتها مثلا اللي هي بتشغل على اللاعنف حاليا مثلا بفلسطين يعني هذا الهوامش حتى بعيدة عن السياسة والظروف والقضية أنت أخدها أبسط منيك أنه مثلا الراديوات بدها استماعات بلاش الراديوات ممكن تكون مختلف شركات الانتاج بدها تبيع عندها سبونسرز عندها ناس اللهجة هاي بتاكل الناس بتحب الحب يغني عن الحب بهاي اللهجة تيجي نتقول له لا أنا بدأ غني سياسة وبلهجة مش موجودة مش كتير موجودة بالعالم العربي هيك وبديها هي لتنتشر فأنت هون خلقت حالي بعدين صار يسمعك في مصر صار مهتم إنه ايه باللهجة هاي بيحكوا هيك صار فيه تواصل فكان في نوع من استقلالية فادت سواء مع السوشال مع هذا ومع الثورات اللي بدك إياه بس فادت وبنت إلى حد ما اليوم صارت هي السائد فرجع دخل عنصر تاع العدد اللي هو الديمان الطلب والعرض وبالتالي برجع السوق وبرجع فيه تمرد حالي الحالي كمان مرة وهكذا فيعني المبدأ تاع الإشي البديل أو المستقل رح يظله دائما موجود رح يظله ييجي واحد يكسر القاعدة اليوم شو قاعد بيصير هلا مع التغييرات تكنولوجي وآي آي وذكاء استناعي وعم نعيش بمرحلة كتير فيها داتا كتير كتير بس يبدو أنه الإنسان كان بفكر أنه خليلين نجيب داتا كتير بس بعدين ما عارفش شو يسوي فيها زي اللي بدو يرفع قضية عشركة كبيرة بروح بطلب وراءهم ببعتوله ثلاث سيارات كبار كلها وراء يلا طيب أدرس كل وراءنا تعال راجع وبعرض شو يسوي فهذا اللي صار شوي معانا وبطت ناس قادر تحكي شو بيصير المستقبل لحظة التمرد على الحالة المسقية اللي هلأ موجودة أنا يعني بيشغف أنتظرها يعني أنا برأيي مثلا أول مرة سمعت دام كان فيه إشي مهم قاعد بيصير أول مرة سمعت أتستراد كان فيه إشي مهم قاعد بيصير وحالات أخرى ثاني هلأ فيه أكم من حالة أجت من جديد اللي هي تاعت أنه أوكي هون صار فيه تطوير بالمكان تاعة هاي الشخصية اللي كانتش موجودة داخلت على الموضوع بس أنه يصير إشي هيك سربتي في غير بش قادر أعرف إمتى اللحظة وبس بنتظرها بشغف طب طارق بالنفس الماكل اللي إحنا بنحكي عنها عم الشكل طبعها اليوم بتهتم بالفرد أكتر وبتعتمد على وجوه يعني حتى الألغوريتم على إنستجرام بصفحة إخبارية بس نيجي نشوف تحليل المحتوى بأي منصة نيجي يعني نقيم المنصة شغلها إذا ندخل على إنستجرام من لك الأرقام الأعلى تفاعلا وموصولها لوجوه فأنا عم بروح لك للأخير يعني للألغوريتم واللي خلت الناس تعتمد أكتر على وجوه أفراد أو القصص الفردية أو القصص الشخصية هي اللي تقدم الناس عشان هيك قبل قبل يمكن شوي أو قبل ساعة كنت نحكي بقضية إنه القصص الشخصية تبعت الناس اللي هي حتى من وجع أو نفسية بتلاكل إلها مكان واسع جدا اليوم عند الناس وهيك في ظل الماكنة هاي كلها أنا باجيب أتطلع على فكرة البانس أو الفرق دائما كان عندي سؤال واما اللي هي كانت في مصر طلعت أهنية أو أهنيتين كأنه بعدين راحت بعدين يعني بعرش هذا إشي هيك خطر لي من هناك بعدين فرقة دار قنديل كانوا في طول كارم اشتغلوا صار عندهم تفاصيل ما بعد الانتفاضة التانية بدهم يسافروا مروا بمشاكل بعدين وقعوا عندي دام بحس تامر نفار زي دكتور القلب اللي نازل خبط فيها بالكهرباء إنه كل ما دا تيجي يعني تتراجع أو توقع هيك وما بين إنه دام ولا تامر دام ولا تامر بعدين مرة بيقرر دام وتامر مرة تامر أكتر مرة دام أكتر ما بتكونش عارف بس هاي استمرارية بعتبرها أنا أنا بعتبرها استمرارية بس باجي بطلع أنا بكل الصراع تبع الفرد اليوم أو بكيف بتم تعزيز فكرة الفرد والفنان المستقل أو الفنان اللي لحاله بشتغل بعيدا حتى عن البان تبعته والمجموعة بحسها لا هي يعني هي اللي ترند وهي السائد اليوم وهي اللي بتشجع الناس تشتغل أكتر والغريب لقي لي تماما إنه مشروع ليلة ترجع يعني الغريب اليوم ممكن تكون إنه مشروع ليلة ترجع أو 47 مثلا بدأتعمل كمان قلبوم أو بدأتشغل على كمان قلبوم لأنه بالسائد اليوم العاشقين إجوا أحيوها بالحكومة الفلسطينية وحركة فتح كلها جمعوهم عشان يحيوهم من أول جديد وما يقدروا فيه إشي خلاص صار موجود بس شوف هنا هون فيه شغلتين مختلفات صراحة ولم أقاطع فيك أول شي البندات شغلها صعب بصراحة وثقافتها بدها كتير وعي من كتير أطراف يعني الفرقة والناس اللي بيشتغلوا حواليها بس الأدوات يعني كيف أقولك شوف ما في صناعة موسيقى حقية ما في يعني الفرق بدها دعم وبنفس الوقت لازم يكون في الأساس هذا اللي عنجده صناعة الموسيقى أنه كيف المردود المادي بيرجع وأعتقد الانترنت حيسهل هاي الشغلة الحالة تاعت الاندفجوليزم الزايد هاي الفردانية وتغير الإنتاج الموسيقي تغير لدرجة أنه صار أنه بيكفيك لابتوب ومايك ومش ضروري حتى تغني بتقدر تحط بالبلاي باك وتمطنط يعني بالتراب ما سموح هذا الاشي أنك فعليا تكون أنت مشغل البيت مع غناك وانت بس تحكي فوقه وهيك شغلات زيادة هذا مسموح بالتراب وأعتقد أنه يعني فيه كذا سبب الساب التقني أنه كان أنه الأوتو تيون وأحلى أنه يجيك أنه سامع وكيف بالتسجيل عشان تعيش الإكسبرينس وأنه اطلع نط على المسرح وهيك منخفف مش لازم نديجي نشغل لك البيت من عند وين وبعدين أنه التكلفة كتير أقل هذا معه شقالات والموسيقى صار يكسل هدول الجداد بقول لك أنا ليه أحفظ معهم بس بتمطنت فوق الإيجي فأنه مش بتطر حتى يتدرب يحفظ غير ساته فالتكلفة كلها ألت 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 والأدوات حتى التراب نفسه يعني أول ما طلع على الأقل كان كتير أل فيه العينات الصوتية والسامبلز اللي هي بدك تروح تجيب التسجيل وتأسقصه وتستخدم جهاز عشان أسقصه عشان تعمل بيت لا صارت أنه الأصوات اللي موجودة بالميدي كلها ديجي تايز يعني حتى كل إشي أنه اتجه نحو الأرخص وأسهل بس فيه إشي من هذا الجانب اللي هو بتحسه طبيعة إنسانية أنه الواحد بده يعبر والأداء موجودة يعني بتوقع أنه كان فيه هذا الشعور بين الناس اللي كانوا يطلعوا على أم كل ثوم ومليون واحد على المسرح معها لبعدين أنه مثلا مش بعرفني محمد فؤاد ومعاه على المسرح ثمانية فهمت علي أنه أقل أو بعدين هلأ وصل لها مرحلة اللابتوب بمايكروفون كمان شوام يبطل الشاب يطلع بسي يطلع الأفاتار طاعه AI أنه يكون فيه استمتاع بالألحان والكتابة وكذا والعزف والناس اللي عم تأزف هاي اللي أنا بستمناها ترجع وأعتقد أنها رح ترجع لأنه حتملق الدنيا شوي ورح نزهق من الفردانية وخيرس كل وجوه كل وجوه كل واحد أي واحد أي حدا مشهور كل واحد هيك بني آدم البيتات الديجيتيز وAI وهيك هلأ رح يجي الAI فرح يصير ما بتقدر تعتبر اللي بعمل بيت بثاني على اللابتوب هو كتير فن لأنه الAI بقدر يعمله فرح يصير فيه الإشي اللي أكتر إنساني يمكن ترجع إله قيمة أو يمكن على أقل هيك بس بتبنى يعني ولا أخفي عليك أنه أنا بتأكد كتير من الجيل الجديد اللي بس الحفلات اللي حضروها عبارة عن واحد مع مايكروفون ولابتوب ما بيعرفوا قيمة أنك تحضر فرقه وعم تعزف الآلات لأنه لما بتشوف الإيد عم تتحرك مع الوقت بالزبط اللي بيطلع فيه الصوت هذا هو الإشي اللي بيخليك تحب العرض الحي إنه عم بتشوف الطاقة كيف تتحرك كل ما فيه ناس إيدين بتتحرك على المسرح والإيد لما بتنزل للوقع هذا بتشوفه أنت فيجولي والصوت بتحرك هذا فيه حاجة لإله والناس حتستمتع أكثر بهذه الحالة وتصير بتحضرها وتشوفها بس برضو ما بعرف يعني هذيك اليوم واحد صاحبي قال لي إنه إحنا بنعيش بفترة صعب على الناس تحكي إيش اللي جاي بالخمس وعشر سنين زمان كان يقدر المحلل يشوفه أش بدي يجي بالأربعة خمس سنين جاي فعن جد إحنا بنعيش بفترة مثيرة جدا بالفترة المثيرة جدا هذي السبعة وأربعين أنا صرت أخاف أحكي اسمها غلط بعد التحضير اللي بقوا والله دي مالخ بقاوي أتبرك اللي بيعرف السبعة أربعين شو التحديات الكبيرة اللي عم بتمر فيها اليوم السبعة وأربعين موضوحها بسيط إنه السبعة وأربعين كانت فرقة بتلف العالم وبتعمل حفلات كتير أعظونا بتعرف أنت هذا الإشي يعني إحنا كنا مش بخليين وأجل كوفيد فإذا في حدا مبطح من الكوفيد هو السبعة وأربعين طالعي بس برضو إحنا كنا يعني فعليا وهذه حقيقة إحنا كنا عاملين مخطط إنه ناخد استراحة قبل ما يصير الكوفيد إحنا كنا نشغل فيها 75% من السنة وال2021 نشغل فيها 60% من السنة آه 50% من السنة وبعدين نحكي بال2022 أجل كوفيد عمل فينا هيك بس على أكتر فإحنا شبه كنا متحضرين آه أفتر على إطلاق ألبومنا التالت لأنه كنا مخلصينه بالآخر ل2019 كتسجيل وعملين الفيديوهات بس ضل إيش إنه تخلصهم وتنزلهم فلما كنا بالإجراء ماشيين فيه فأخرناه شوي مع بداية الكوفيد بعدين قلنا شو نستنى مش هترجع للدنيا فقلنا يلا نزلوا فلما نزلنا ما عمل الأثر اللي ما كانتش الدنيا أصلا الناس طيقة تشوف ناس بطرقس تتحرك الناس كانت باللحظة تاعة اللي أنا كوفيد وعزلني وبيناش نلمس حدا حتى بداش تحضر إيش فيه بني أدمين قبل هاد قبل ما يزهق يعني يمكن لو نستنينا شوي والناس بلاش تتحمس على الرجعة كان يمكن يكون أفضل بعدين نزلنا أغنيتين طبعا بهذيك الفترة غير الألبوم غير ساميات وكل واحد من الشباب راح يعمل الشغلات اللي كان بده يعملها إنه إليك أربع خمس سنين بتلفلف مع الفرقة حان موعد إنك تاخد بريك صغير تجاه تذكر إنت مين إيش تسوي على المستوى الفردي وهذا الإشي صار وهلأ عم نرجع نطلع منه ونرجع على المشروع المشروع طول أمره ما أوقف طبعا لأنه نزلنا إحنا أغانية حتى سنجلز يعني غير يعني نزلنا صغر البلد نزلنا جارين بس طبعا ظروف الكوفيد والشباب تنين منهم رجعوا على فلسطين فبطلنا كلنا في لندن فصرنا تنين بلندن وثنين بفلسطين بس يعني طبيعي الموضوع يعني هذا بس أنت هاي تحديات موجودة يعني بتحكيلي أكتر أنه النتيجة بس أنا بدي أكتر التحديات اللي عم بتمر فيها يعني مثلا فيه إشي الكوفيد كان تحدي كبير كوفيد كان تحدي لا شك ما كناش عارفين شو بد يصير بعديها ما كناش عارفين أنا طارق لأنه لأنه أنا آسف عم بقاطعك بس لأنه أنا فكرة الاستمرارية بحد ذاتها أحيانا بشعر أنه هي لما تصير هدف بحد ذاتها فيها مشكلة يعني ممكن أحيانا أنه أنت بتصير قاعد بتضخ عشان هيك قبل شو لما كنت على دام وتامر أنه أنا حزنان عليه يعني كتير بقدر شو بحاول يعمل تمام هو ميسا ومحمود بس بطلع أنه زي كأنه عم بضربها كهربة كل شوي النقومي بس شوف هذا الصح يعني أنا بدي أحكي معك من منظور صناعة الموسيقى وبحث الموضوع وهي أعتكرة يعني الشباب بتسمعني هاي نصيحة حقية الإشي الوحيد اللي بيخليك إنك تنجح كمشروع موسيقي بالمعنى تاع إنه تستمر أغنيك لفترة أطول بالزمن وبالتالي سوما بدك تشوفها إنه الفن تاعك عاش أكتر وقعد أكتر بين الناس أو إنه المردود اللي منه قدر يدخل إحفادك الجامعة أهم إشي إنك تكون أنت كاتب وكاتب بالموسيقى ممكن تكون عازف يقع يعني أصدي من المؤلفين مهم أنك تكون من المؤلفين أو إلك نسبة بالكونتراكت الاستمرارية أهم إشي بالعالم ما في إشي اسمه بالكوكب اسمه بطلنا نحبه لأنه صار ينزل كتير بالأخير غلط لو ما بنزل كان ما بتعرف الجيل اللي هلأ على أول أغنيه فأنا بالنسبة إلى الموسيقى هي إنك بتعمل 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 تعمل موسيقتك لحديت ما الناس تحبك بلحظة معينة لما بتصير هاي اللحظة إذا بدك كل شي تاني هو دعاية لأول أغني بعرف في ناس بتخبر النسبة لهم إنه هذا كتير تفكير رأسمالي وهيك بس أنا عم بحكي إنه النجاح في عالم موسيقى هو الاستمرارية لازم تضلك موجود لحد ديت ما يصير ما حدش بقدر أصلا يفكر إنه ينكر أنت مين صح؟ وإنت بتصير البند يعني أنت بالنهاية هلأ أنت هلأ بتحكي تامر نفار وتحكيها مش متطر تعرف مين هو لو إنه تامر نفار ما استمر وكان موجود كان أنت هلأ يمكن متطر تعرف الجيل الجديد عن واحد كان زمان بلش الراب فلسطين أما اليوم بجيب واحد عدوا 14 سنة بقوله مين تامر نفار بقول لك مؤسس راب فلسطيني فوجوده استمرارية بعدين طبعا ما تنسى شغلة إنه هو بالنهاية فنان بدي يكتب أنا احنا مش مخصصين تامر هلأ بس لأنه نذكر لا لا لأنه بحكي على دام وتامر عشان بس نريح شوي بالحكي على 147 أنا فاهم لك هم تستخدمهم كأنالوجي للسولو آكت وباند والله فاهم عليك بس الفكرة منه انت كرماوي بخاوي فاهم عليك الفكرة بالزمج كيف إنه هي جزء من الجهاد تاع الموسيقى أنا بعتبره حتى أخطر ناس جي لك واللي قدك طبعا شهادتي مجروحة بالحكي أنا واضح إنه عم بحقول لك عن الرأس اللي أنا فيه هو نفسه يشوفك إنه إنت مش مضطر إنك تعمل هيك بس بتنسى الناس إنه إنت قبل ما تنعرف إنت كنت مزكاتي بحب يجرب شغلياته يعمل أغاني وأفكار وبدأ أجربها بدي أغنيها هاي اللي أنا الإصدار تاعي بيكون التوب المش طبيعي أصلا هذا وهم بتخلق منظومة الموسيقى لما بتكون طبعا مكوشة على 80-90% من المردود تاع واحد من الفنانين اللي هو أنا دام بحكيها fame does not equal money الشهرة لا تساوي المصاري بالموسيقى لأن الشهرة معناته فيه كتير ناس عم بدفشوا معك معناته فيه كتير ناس متشاركين معك وإبصر عاد شنوع العقد اللي انت موقع معهم خليني أسألك وينت بصير بشكل واضح وينت بصير الباند عباء أو الفرقة عباء على الفرد يعني وينت بشعر الفرد فعليا وهذا بنشوفه اليوم بكتير أماكن أنه جهده اللي عم بحطه جوه الفرقة لو عمله لحاله بعمل أكتر لا شوف ما في إشي بعوضك عن إذا أنت أنا بحكي فرقة أصدي فرقة اللي هم مع بعض قاعدين بعملوا العمل مش إنه واحد بيجيب مثلا موسيقيين بتفعلهم عشان ياسفوا بس بالحفلة وهذا موجود الموديل ويحترم 47 زي زي الدام زي كايروكي هاي الفرق وموحدة إنتاجية مع بعضهم صح بغم نظم كل فرق لها تفاصيلها أنه مين اللي قاعد بكتب أكتر وهذا مش مهم ما في عبق لأنه ما في إشي بعوضك عن الكيميا اللي بين المجموعة اللي تشكلت فهم علي كيف يعني أنا لو بدي هلأ أعمل أغاني بتشبه أغاني 47 لحارك الفرعي وأجيب شباب تقنيا كتير قوايا بكل إشي وبيفهم بكل الجانر اللي عم نعملها مش رح مش رح مش رح تعمل حمزة ورمزة وولاء وطارق تانين وهاي بتذكرني بالAI وقصة الإبداع أنه فيه لا فيه روح فيه العالم الخفي ولازم إحنا حلنا أنه ندخل على الطاقة الغيبية أو الروحانية اللي موجودة أنه أنت أنت بتعيش بجزئين من العالم العالم ملموس والعالم غير ملموس والعالم غير ملموس فيه كتير أشياء أنا فهمها فالفكر المادي خلنيحكي هذا اللي هو أنه طب ما أنا ببدل هذا بهذا ما بتزبط يا عمي ما بتزبط وأعتقد أنه هذا هو السحر اللي الناس بتشوفه بالبند وعشان هيك يعني ما بعرف فيه حالات كتير شوف أي أسئلة عن مستقبل الموسيقى وهيك أنا عن جد مش عارف إجابك مش لازم مش لازم هو تشخيصي اليوم يعني مثلا بدي أسألك أي شي تاني عشان نكون لسه كمان أوضح أوضح في حالة حمزة لما الجهاز لما أعلن فعليا أنه هو بره أو أنه يتمنى التوفيق لزملائه وكذا شفتوا على الستوري عندك أنا لما يعني أنتوا غطين غطين غطة فمش عارف إذا هو راجع عم بيكون أو بالأجواء بعدين فهمت لما سألت مثلا من أصدقاء مشتركين وهيك أنه فهمت أنه العلاقة توكسك يعني ما بين كسين اللي هو فكرت أنه ما بقدر من غير الفرقة بس كمان بده مساحته الشخصية أو كذا فلاقي لي فيه هيك مشهد اللي أنا مش قادر طبعا وصفتلك دبيت لك ترك المعلومة دبر حالك لا بكل بساطة أنه يعني يمكن حمزة بقدر أقولك أكتر عن هاي الحالة بس حمزة بلحظة بلحظات قال أنا بدي أطلع ما قال بدي أخذ بريك ما حاول شي نفى ودورها كان واصل مرحلة أنه أنا زلمين مش قادر أطلع أعمل جولات هذا جولي سفر وحمل عددك وحط وعمل عرض وقبس هذا وروح سلم عالناس واطلع ونام بأوتيل عشان تسحى الساعة خمسة السباح ونطع طيارة وطرع عبر مش قادر يعمله قال لك أنا جسمي أهم باي وروح اشتغل ع حاله دخل عرياط ودخل على أمور التاني بالإنتاج والشغل وعاش حياته بعدين شعر أنه اللحظة اللي خطنا في بعض شوف إحنا الأربعة كتير صراحين مع بعض وفاهمين على بعض كتير صراحة وهي الشغلة شوي غير مسبوقة بالمسميلي يعني هاي الحالة عن جد يعني أنا بلاقيهم مميزة أنه أنا بقدرش أجي أقول له لحمزي أنه لا اطلع الزلم بقول لك صحتي فأنت علي يعني يعني فعليا يلعن أبو أحسن منشوف الأمور بطريقة غير ومنعمل قاعدين ترتيبات فيه فيه مفاجآت جامدة يعني هاي هاي اللي انت بتقوله بنفع نقول أنه بشبه بشبه جيالنا أنه نتجة أكتر صارت عارف شو بدها صارت تتخذ قرارات يعني بهدوء أكتر اي بالمية بعدين خلص احنا كلنا صارنا فهمين اللعبة والصنعة وكيف الأشكال مبتعرف بتاخد وقت انك واحد تتعلم برضو برضو الكوفيد كتير علمنا شغلات كل الموسيقيين اللي بالعالم لأنه قعدوا وصار الديجيتال بوم هذا اللي هو سبوتيفاي وستريمين والناس اللي برا صنعات الموسيقى اختشفت ايه هدول هبوا اللي بيغنوا بيعملوا مصاري طلعوا ومش بس من لابلز بسمو حالهم متعهدين حفلات اللي دخلوا عالصنع هم من وجود دخل اكتر من اللي موجودين اضعاف لدرجة وصلت قصص بدول عربية بدون ذكر اسماء اللي هو فنانين كبار يطلع تلاقيه حاطة بوست على انستجرام بيحكي شو اللي سويتو فيه الشباب جايبين ويعمل حفلة ناصبين عليه وهيك يعني لخ دقيقة شوي اما مستقبل عملية الانتاج والجانب هاد اللي عم بيسير مع كل شي الوطن العربي فيه يعني صعب بالاخر احنا مش عنا بس مصارنا عنا مصارات عامة بنتفاعل معها يعني بجوز صير فيه مظاهرة فيه ثورة اللي تضخ دم بكل هاد الشباب من اول وشديد تخلي اغنية تطلعها من الديسكات ولا من الارشيف تخليها تضرب من اول وشديد ما بتقدر تحذر يعني مش انه كمية العوامل الخارجية اللي بترفع ناس وبتنزل ناس هي اكبر من العوامل المعولة او قائمة على الفرد طارق اذا على سيرة النضج والعمر وعارفين شو بتكم وشو بتكم وشو هيك فنيا انت بقنو عمر اتخرجت بالجامعة وهلا بدي اعمل وظيفتي اذا بدي انا هيك فهمت سؤالك انه انت عم بتقارن انه بالفن انت وين منتصف يعني بالشباب بمنتصف العمر بتعرف هاي فيك هيك في لابلز لكل مرحلة اا لا خلصت دراستي وتخصصت خلصت ماجستير اه تقريبا هيك وهلا بدي ابدل حياة العملية فعليا فعليا يعني انا عن جد قبل السنة بقدر اقولك انه انا فهمت كيف الموسيقى بتشتغل صناعة الموسيقى لانه معقدة برضو يعني بتعرف عالم الجولات والحفلات هذا لازم تكون عندك خبرة فيه كتير عشان تعرف تفاصيله وخبايا وخفايا ودكشن كبير طبعا 100% بس بعدين بيجيك عالم الحقوق الملكيات هذا المبلي فيه طبعا هذا انا بالنسبة الي نضال يعني جهاد فعلي حقيقي مؤزي بخوف فيش يبني تحطيه بطن عربي الملكية الفكرية عارف كيف تعرف كم الله يسطر من الي جاي بس الله يسطر لانه رح يكون فيه ناس ماشي بالمول او بالدكانة وبعرف كيف الميوزيك ويركس او تشتغل ويقول دقيقة شوية عمي انت عم بتقول لي هسا انه التكنو ريميكس هذا اللي عم نسمع والانفجر الحفلات كلها فيه صوت جدي اللي كان بفرقة فلسطينية واشي واحنا واللي منزلها عالبومه معا مصاري وعم بيعمل منها مصاري وانا مش قادر ادخل ابني الجامعة بدن لقينا محامي موسيقى والله لا يلحموا بعض وانحنا عندنا بطن عربي فيش حد سائل في المواضيع هاي وبدون حذر يعني هو بفكر حاله حدق اللي يعني انه اذا انت مش سائل افرد انت عطيتني بيت قبل 15 سنة وانت بطلت تشتغل هاي للصنع وانا هلأ مشهور انت عارف انه هاي الموسيقى بتطلع مصاري بشكل شهري تم هي حقك بمكن يقول لك اه بس ما انا ايمكن اتفقنا مع بعض اذا ما فيش ورقة موقع عليها بالتفصيل انه انت عامل تنازل وترخيص ومعقد هذا العقد بطلع منك مصاري كويس يعني لو بتجيب لك محامي شاطر بنعمل مشاكل في البلد بنكيف وبنعمل مصاري تعرف هاي انت حكيتها من ناحية بده حكيلك من ناحية تاني عساوند كلاود لما بلش يدفع تعرف شو صار يعني ساوند كلاود بطل بالنسبة للي كنت بتدخل انت هناك بتلك ضلطك دايما اي اشي مضيع وبتلك هماك بس بعدين تاهت الدنيا بطلت تلاقي اصلا الاشياء اللي مضيعها بتلاقي اشياء هوا مش او بدك تدور تطلع على السد تدور يعني هيك طول الوقت لا مات المات البيترسي او اللي هو شو بسموه البيترسي بالعربي اللي هو يعني المواد اللي بتنتشر بدون ترخيص قرصني بس احكيلك ثواني هذا من وجه تاني من ناحية تاني هو بعمل مصاري واحنا بنعملش الناس كانت تقول لك ساوند كلاود احسن اشي عشانه بيدفعكش بس ساوند كلاود هو بيستغل كل الفنانين بنا حاله على هادي مؤخرا صرت اسمعها انه فعليا الناس مش عم بتنزل مثلا فنانين بنزلوش اغانية موناك لانه ما بدهم بالظبط بتفعش انا بطلت بنزل عليها بنزل على سبوتفاي يعني جامعة بس بحكي احكيلك مثال على سميح شكير انت كيف بتقول الناس رح تلحم بعض سميح شكير انا كان عندي قناة يعني على ساوند كلاود شغالي بإرشيف فجزء من الإرشيف اللي موجود إرشيف سميح شكير اللي انت بتتعب عشان تجمع يعني فمرفوع ففجأة بلاشنا نسمع من بعض انه قنوات بتنحذف اوكي ضليت انا ادور انتبه انه في ناس فعليا موجودة عم تربح من التراكس في كل مكان يبدو انه راح تتعاقد مع شركي ما وهو ما بعرف كل التفاصيل لانه يعني هو حدا ذوق بالتعاطي يعني لما تيجت كله انه هذا إرشيف الناس تتعاطى معه بشكل وطني بتجاوز قضية كذا بجزء يعني يستحي وكلها خاص ديش عمل مصاري يعني يعملوا انتو بس بس راح تعاقد مع شركي والشركي مفرمة بلشت تحذف في التراكس من كل مكان يعني ولما انت بتكون رافع خمسة ستة تراك بجي لك بجي لك خمسة ستة ريبورت خلص كلها عم تبخير انا اتبخذلت انت انا انا اتبخذلت بيوم وليلي هيك بتطلع على الموضوع بس بقول بعدين دخلت بدوامة انه هادي المعرك اللي جاي هلا بالضبط انت كيف حكيت هلما الناس عم تنتبه انه التراك تبع سيدها اللي كان بالانتفاضة الاولى او بالانتفاضة التانية في حدا عم برفعه وفي حدا كذا موجود يعني تعرف لسه في تقارب كمان طارق مستخدم انا يعني جانب من موسيقى وهز الرمح بعود الزين الفنون الشعبية في بالي هاي ثقافة شعبية يعني انه انا كيف كيف نطلع وكيف نتداول وكيف كذا اول ما بلشت ايجاني ريبورت على يوتيوب لما بتطلع مين لمبلغ حدا مستخدم التراك اصلا يعني مش الفنون ما هي كتير بتصير يا هاي مستفزة بس شوف الحلو بالديجيتال انه راح ينهي القرصنة بس لساتنا احنا بالمرحلة اللي هو البنية التحتية لسه عم تنبنى عشان امور عجب تزبط لانه الشركات الانتاج القديمة الكبيرة منهم مش مصلحة بدهم بيضلهم سيطريا ففي مقاومة للموضوع بس لما بتزبط الامور راح تكون يعني ان شاء الله طيبة ومبشرة يعني والله انا الصراحة مع القرصنة اكتر يعني الصراحة يعني بس اقول لك انا مع مدرسة فلسطين كنا نشترم خمس شكل سيدي عمر دياب بس طلعت ادرس انا بمصر اتفاجأت انه ناس ادفع دولار حق السيدي طب ما احنا عنا بتلاتة شكل وشكلين والامور رواك بس انت يعني هلا بطرا لو واحد اجي اخد محتوى تاعك لا طبعا وقبض عليه مشكلة معاي ايه مشكلة انه بالنهاية هو يعني لو انه ذا الوطن الموضوع بتقول بس بالشكل عم بيصير بالنهاية بتشعر هاي الموسيقى بتجيب لك يعني بتعملك ناتج يعني انت ممكن من الموسيقى يعني فهم عليه اداة ترويجية بس دائما نفكر فيه هذا الموضوع برضو انه كيف غريب هو صراحة الملكية الفكرية غريب طارق غريب غريب زكي انه انت فعليا انه فكرة الموسيقى للجميع او الفن للجميع او الكذا للجميع والناس تطبع بمحلات وتنتشر ووصلت انت لمحال اللي بدك تديره بس انا بفكر الاشي الوحيد يعني انا مع بس الاشي الوحيد اللي بيخليني اوقف ضد انه فيه شغلتين فيه صار طريقة عمل يعني نظام نظام عمل اللي بيخلي مثلا طارق عم بيعتمد بدخله على هذا المكان تمام واللي هو قرر اللي عم بعمل منها مصاري اكتر شيء هي شركات كبيرة نحكي لك قصة بس يعني وبعدين ده نطع شغلة تانية بس عشان اصدمك اللي منزلت ع فلسطين لقيت حضارة شركة الاتصالات انت بتشترك معها شركة الاتصالات الفلسطينية عندها شركة اسمها حضارة تمام تدخل عليها حضارة بتلاقي كل المسلسلات والافلام بكل مكان هلا كل فكرة الائي بي تيفي موجودة بالعالم عم بتكون ترند بتنزل انت الكود اللي ببعتولك مع اليوزر وكل فترة وفترة بنحضر بتغير بنشال بنعمل لانه قرصني خلص بدفع انت يعني عشرين دولار وحاس انه كتير لطيف تحضر بي ان من غير ما تدفع بس لما نزلت على البلد شوف شركة الاتصالات عم تستثمر بالموضوع لا هنا في نقطة انت بتقول لك يعني انه مش فكرة القرصني صارت القرصان الاكبر هو اللي عم بكسب ومش بسيك اتاني خدها قبل الانترنت صحيح كنا نجيب السي دي لمطبوع بس مش في واحد طبعه يعني ما فيه جهد هون في ففي يعني رح تصير هاد التبادل يعني موائز هيك اللي بعمل مسخن لازم بيعوا ببلاش لانه بنشر ثقاف فلسطينية هوا عملوا الجهد انه يعملوا بس هذا النظام رح يصير هو طبعا ما في مفرها لانك انت يعني بتتعاطى المادة على يوتيوب او على سبوتفاي بس الحلاوة الموضوع انه رح يصير انه لا الكل بيقدر يستخدم والكل بيقدر يعني ما هو بنفعش تنشر يعني استخدم زي لما مثلا السوشال هاي تيك توك علمهم اياها على فكرة تيك توك هو جابهم اكتاف لفيسبوك ودول لانه لما تيك توك عمل قصة انا اول مرة اجاني رسالة من الموزع اللي هو الانلاين انه سند يور ميوزيك تو تيك توك ابعت موسيغتك على تيك توك استغربت انه شو يعني كيف ما هو سوشال ميديا ايش يعني موسيغتك عليه اه اوكي هلأ صار عنده مكتبة بتختار منها الاغاني وتحطها على الفيديو هاي رهيبة لانها اعطت الفنان حقه ولو انه مبلغ كتير قليل بس احسن ما هداك يستخدمها بدون اي تعويض لقلك وبنفس الوقت انه هذا الاشي خوف جماعة متا وفيسبوك وانستجرام وهيك ديقة شوية ودول خشوا ع طابق جديد وصفوا لازم يحلوا كل مشاكلهم مع وضوع الحقوق اما هم كانوا سامحين للناس انهم يقرصنوا ع بعض بتعرف كم صفحة نشرت حالها وعملت وبنت وعملت مصاري باستخدام موسيقات ومواد مش بنعندها طبعا بلاوي طمعا يقص فيديوهات لسه لسه اليوم فيه طوشي يابلولي على محتوى شفيك كبهة بكمية فجأة بتلاقي ماستر كست اللي كانت زمان 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 صارت عندها اكاونت موجودة في اكتر من منصة وعم بتنزل البومات اللي هي انتجتها زمان بتلاقي بصير في نقاش مثلا انه مين انتج مين عمل مين دفع حق كل كذا هو المهم اذا معاهم العقد لانه اذا معاهم مش العقد بتقدر ترفع عليهم قضية عائلة الفنان بتقدر ترفع عليهم قضية فهذا على شيء انا مهتم فيه هذا الموضوع لانه فيه الحق يعني برضو لانه الفنان هو شو بيسوي يعني يا دوبك بيغطي تكاليفه بالحياة من هالا كم من حفلة اللي بعملها بحياته وبيطلع فراية من الموسيقى بس الفراية هاي على المدى الكتير طويل اللي هو 70 سنة بعد وفاة الكاتب حسب القانون مثلا الانجليزي والامريكي هي هون الفرقية يعني اعتبر واحد بيطلع ليرتين الشهر حلو وبدو يعيش له كمان 30 سنة و70 سنة هاي 100 سنة 2 ضرب 12 24 ضرب 100 سنة هاي عمي فيه 2400 دولار شو معرفني قصط اشي يعني فيه اشي فهم علي فبنفعش يضلوا هيك يروح وهاي اللعبة اللي مهم فراية مش مشكلة وبالحب وهيك كل الموسيقيين ما عم بلموا الفراية فبتصفي الشركات الكبيرة واللي بلموا هم عندهم كل الفراية فانت بتحكي على ملايين وين ملايين اكتر بكتير صحيح صحيح طارق كل زواجك شو غير فيك عزيز الفاضل بطبيعة الحال بتهدي شوف خفف من تشتتي يعني انا بحس اني ركزت على شغلي اكتر صرت مهتم تزواجت عقبر انا فكنت يعني مش متوقع ايش ممكن يكون ممكن يجي من الزواج هو انا انصح انه الموضوع مش كتير كان يعني مش كتير علني صح ومش كتير زمان يعني انا زواجت قبل سنة مش كتير زمان عم بسأل على شي حديث يعني عم عملت القرار الصح يعني تزواجت يمكن اني جديد انا مش بتعرف هاي فيه النكة التاعة انه اوعى تتزواج وهاد مش فاهمها انا يعني مش معاي كتير او لسه ما دخلت لا انا بديش تقول اوعى تتزواج بس بدي اسمع يعني مثلا على مستوى حركتك انت حدا كنت يعني بتحمل اغراضك وبتسافر اظن هذا الاشي تغير عندك على مستوى مسئوليات لا بظل نفس الاشي لساتني بسافر يعني بالنهاية انا بشتغل من الدار فزي زي اللي بدل ما تغيب 8 ساعات عن الدار بتغيب لك 4-5 ايام بعدين تكون 24 ساعة بالدار يعني يعني ما غير فيك وبرضو انه انا لقيت الشريكة اللي يعني فهمة اسلوب حياتي جدا وبتقدر تستحمله وبشخصيتك اللي احنا فعليا منسكناها من الالفنات وجر ايو المية غير قضية التشطط ايش تغير في طارق ما تغير ولا ايش لسا هديك اليوم قاعد بحكي كل الشغلات اللي كنت احكيها بالالفنات اوالالفنات هذا شوي تفكيره فائع شوي اوان رايح وانت شوي مؤامرات وهيك اليوم كلها هي الحكي العام عرفت كيف اه ولسا عندي اهتمام بالكلام وبالعلاقة بين السلطة والدين وهذا موضوع دائما شغلني بروحش بحسه هو اساس انا زلم يعني عندي يقين انه في احنا منعيش بمكان منعيش بمكان ملموس ومكان مش ملموس نفس الوقت يعني ففي قيم للروح وقيم للجسد وفي الجماعة اشي كتير مهم والفرد كتير اشي مهم والعلاقة اللي بينهم هاي ما بتخلصش فما بحب الجو تاع اللي انه واحد بحسسك انه بوحدة من الاماكن شو بتحكي انت انت شخصية اجتماعية حيوان اجتماعي انت اصلا كانسان وفيش واحد مفصول عن المجتمع تاعه وفيش واحد ما عنده مشاكل الفردية فما نععدش كان ماني يعني نخش على الموضوع اساس هاي المشاكل الحقيقي موجود بالتجربة الانسانية مين احنا ليش موجودين كيف نحكم ماذا نفعل في حال انه صار هيك شو واحد يعني مهتم هي هاي الاسئلة الحقيقية وهي بتجر كل الشرات التانية يعني انا بشجع على فكرة انه نفكر انه ما في احتلال وشو بنسوي فضعك انه ماشي انت لفيت على السؤال بس لانه هذا يعني انا بدي اتماشى معك عشان انت متزوج جديد يعني في هيك هاي المساحات الخاصة انا بجرب بتاعك انا لسه طب ليش بتسأل شكلك ناوي شكلي يعني اذا انت فعليا متحفظ تحكي اي اشي على الموضوع انت فيش حدا بحياتك هلا مش متأكد مهلا سك اكديله مهلا سك اه انت هيك قلبت هماشي اه اكد طب طارق تعرضي شو وضعك مع المقلوبة انا بكيف مع المقلوبة انت تكيف على المقلوبة بتعمل مقلوبة زاكية او لا بحاول والله بهدلت بجنين هديك اليوم قالوا لي اجي قلب مقلوبة معارضش قلبها كانت قيلة صراحة وكانت الصينية عاملة زي هيك عارف اللي بتكون ايديها مش ايدين مقلوبة فبتجيك شوي ماء فانه بصير صعب تقلبها هدي ادفع طنجرة كان موقف مهرج اللي بتقعدش على الصدر صاح بتقعد على ايديها ايوه وحاول عاد هلأ انت بكلك عامل مقلوبة لا بدي اساوي مقلوبة حلو انت مين ازك مقلوبة عندك اي اي انا مش من جماعة البطاطا والجزر اه انا بعرف يا بتنجان ورز ولحمة يا زهرة ورز ورحمة ماش ماش على ذلك نتفك انا حبيت وضعيت التنجرة هادي وانت بتعمل ايديك هيك عارف التنجرة لي وضيتها طارق سكرا كتير على هذا الحوار انا مبسط كتير خلي لي اياك وسكرا هيك على يعني هاي الزولة بالعوالم انا مروح وراضي عن يعني اجيت بأسئلة بترك من الأسئلة زي ما قلتلك والله ترك واتمنى فعليا كمان انه كانت خفيفة عليك لا خفيفة ولطيفة عشت وسكرا جزيلا لإلك كل احترام بقاوي يعطيك ألف عافية حبيب قلبي فرص عيدة فرص عيدة شكرا جزيلا لإلكم يعطيكم ألف عافية بدي أشكركم مقدما أهم فعليا إرسال أسئلتكم أفكاركم مقترحات الضيوف مقترحات المواضيع كانت الحلقة يعني تقيلة ولطيفة وخفيفة لأنه طارق فعليا حدا خفيف الظل وهيك مواضيع فعليا كان من الصعب أنه تنخاض بجولة من الإنتاج لأسئلة بتتعلق بقضيتنا لأسئلة بتتعلق بمساحات فنية بمساحات الإنتاج وبتمنى كمان أن تكونوا شعرين مثل ما أنا شاعر مبسوط وعم بحكي لكم نشوفكم الحلقة الجاي الأسبوع القادم بحلقة جديدة من بودكاست تقارب شكرا لكم